اه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وشبابة اعمل ايه ازايك وشبابة عاملين ايه اه النهاردة ان شاء الله هنراجع على الكل الماسبع بتاعت مسألة في الروت لوكاس في جزء اه في جزء دكتور وليد يعني ان شاء الله ومعنا ضيف شرف يعني المراضي لهو استاذ ميزن ازايك واستاذ ميزن المهم اللي ان شاء الله تبقى هتبقى يعني مش هيكون فيديو واحدة هيكون كزا فيديو يعني فكل بنغطي على اجزاء على اجزاء في المنهج فاحنا بس ابدا نبدأ اشغل احنا عاوزين بس نفهم احنا بنعمل ايه قال لك منهج الكنترول بتاعنا دوت منهج الكنترول وبتقسم عندنا الكام حاجة بتقسم عندك اللي ممكن نصنفه الكزا جزء جزء ان انت اصلا يعني عاوزك ان انت تعمل السيستم اللي قدامك بشوية يبقى دي كده ان انت بتكتب لي السيستم بتاعك في سورة ده كان الجزء بتاع دكتور ابراهيم اللي كنت كنت بتاخد منه ايه جزء او السيستم يعني او بتاخد ايه بتاخد الاتنين مع بعض اللي هو على ايه على زائد وبقى في شوية حاجات بقى ان انت تعمل والكلام دوت طب ماشي كده انت خدت كتبتلي يعني كده انت عملت السيستم بتاعك في سورة حلو الكلام عاوزين بقى نعمل ايه نعمله في سورة فاخدت حاسمه ده انت رحت تصنفته بعد كده كم حاجة او اخدت عليه كزا كم حاجة ان انت تعمل اصلا البلوك ده انت تعملط به بقى كده اخدت ان انت تعملو بعد كده ايه بقى خلالص مفيش حاجة تانية مفيش حاجة تانية مفيش حاجة تانية يبقى انت ايه ده كده بتاعك تمام بعد كده قلنا ان احنا من دوت او احنا خلال انت ده بان في سورة과를勝ع وكده وعرفت ازا iemand تب دلوقتي يعني عاوزين نعمل ايه? عاوزين بقى dijاتا اخدنا حاجة اسمها ازاي? ان انا اشوف بتاع الطايم. اشوفه بقى ايه? اشوفه هو هاي يعني هيقسلت ازاي لحد ما يوصل بتاعته وهكزا. فده كان جزء طيب ماشي. ايه ومن الكلام ده كنا اخدنا بس فاسفوسة كده صغيرة جدا. اللي ايه حاجة كان اسمها ايه? اللي هو ده رحنا عملنا له جدول كده لو فاكنين يعني او لو انت فاكر. اللي هو ايه كان هنا بيقول لك مش عارف لو هو من نوع صفر او واحد او اتنين او تلاتة. تمام ده الطايم بتاع السيستم طب لو ابوت كان كان رامب ولا كان اه ولا كان اي حاجة من الحاجات دي. ده كان حاجة اسمها تمام بعد كده. دلوقتي بقى اخدنا الجزء التاني من المنهج اللي هو كان عبارة عن ايه? كان جزء دكتور وليد الجزء ده عبارة عن ده ايه الهدف منه? ده كان الهدف منه ان انت حضرتك هتعمل ايه? ان انت عاوز اشوف عاوز اشوف ايه اللي هيحصل او السيستم بيتطرف ازاي لما بتاع بتوعه يبدأوا يتحركوا. يعني هما نفس الروت نفس عددهم عددهم مش هتغير. كل اللي بيحصل ايه? انا عاوز اشوف بس السيستم هيتصرف ازاي الاستبالية بتاعت السيستم. لم الروتس دول يبدأوا يتحركوا. على اساس ايه? على اساس حاجة اسمها الجين الجين اللي هي الكي. يبا مين هي الكي ده جين? انا عاوز اشوف لما الكي دي تتغير السيستم بتاعي شكله يعمل ازاي? ومنه ومنه خرجنا بقى باسبات. خرجنا باسبات مش علينا الاسبات ده ان احنا ايه? او يعني الاسبات ده دلوقتي ان ده بنسميه وده بنسميه طول ما انت شغال في الناحية اللي هي الشمال ديت طول ما انت شغال في الناحية الشمال دي فانت كده بالنسبالك ايه? ايه فأنت كده اا اول ما تروح الناحية اليمن فكده يبقى تمام? فمن هنا بقى خرجنا ب행دية بتاعت الكريتيريا بتاعت عن طريق ايه? عن طريق يعني انت تقدر Spicy الاستابيليتي. السيسلم ده تقدر تحكم على الاستابيليتي بتاعته عن طريق ايه? عن طريق عن طريق مين? عن طريق الكيه بقى? فاهمني? ودي كده اول معنا. بعد كده بناخد بناخد حاجة اسمها آآ عاوز بقى شوف تأثير او عاوز شوف السيسلم بتصرف ازاي بس مش في الطايم. لأ انا عاوز شوف فيه ومن الكلام دوت اخدنا ايه? اخدنا حاجتين. حاجة اسمها وحاجة اسمها البولر البولر بلوت او ايا كان اسمهم. تمام? وبعد كده وبعد كده رجعنا تاني الموضوع الاستابيليتي. انت ازايها هتحكم او ايه هي الكريتيريا اللي على اساسها بتقول السيسلم استابيلي ولا مش استابيلي. ومتدرسيني مين درسيني حاجة اسمها نيكوست. ومتدرسيني نيكوست. وبعد كده بتاخد حاجة اسمها او اللي هي ايه? اللي هي في الاخر خالص. اللي هي ويبقى ده كده ايه منهج بتاعنا آآ ده كده منهج بتاعنا. فمن يعني الفكرة الاسية ان انت تعمل ايه? ان انت تدرس السيسم ده ستيبل ولا مش ستيبل بطرق مختلفة. تمام كده? ده اللي احنا بنعمله في الحقيقة يعني في الكنترول. تمام? تبع معي ولا انت نمت ولا ايه? زي فولي تمام معك. لأ انا مش جافع عشان تسكت رد كده واحسسني ان انا بتكلم مع حد. تمام فرصان. مش عفوزه تاني. مش ده كده ايه? دي كده بقى مسألة. المسألة بتيجي حاجة بالمنظر دوت. تمام? بس يعني هتبقى ابسط من كده ان شاء الله يعني. بيقول لك ان ده اه ده سيمبل فايد. ركز كده في الكنام. بيقول لك ده بتاع ايه? بتاع بتاعة بتاعة اير بلين. بتاع الطيارة معك. اه تمام كده? وبيقول لك ان هي ده الموت بتاعها يعني. تمام? او ايه او دي بتاعتها. تمام? وبعد كده قال لك بدأ يديك شوية قال لك يعني يعبارة عن كيه? اس زائد اي على اس اس بي اس سكوير يعني من الدرجة التانية. وقال لك خد بلك ان ده اكبر من الصفر والب اكبر من الصفر. وهكذا بدأ يديك ايه? بدأ يديك كهية من الكون السونتي دي. قال لك الايه بتساوي البي بي ساوي واحد. الزيتة بتاعتك بتساوي نص والاومي جاين اللي هو بيساوي كان بيساوي اربعة. طب ماشي. حاجة زي كده اول حاجة بنعملها ايه? طبعا انت بتزبط شكل بتاعتك. شكل بتاعتك لازم يبقى عاملة ازاي? لازم هي اصلا شكلها كده مزبوط انت كلها تعملها وتحطي بس الجبن. ولازم اه ولازم الكيت دي تبقى لوحدها. تمام? ولا انا بقولها غلط? تمام ماشي. يعني الكيت دي لازم تبقى لوحدها. لو كيت دي مش لوحدها كان في فكرة كده ممكن نبقنونها في الاخرى. انت ازاي تخرج الكيت? يعني لو كوز ده مسلا كان مكتوب مسلا ايه? عبارة عن اس زائد كي. فطبعا دي كده انت مشترق يعني لو مسألة كانت كده. ده طبعا مش عارف تشتغل عليه. ازاي ترسم لازم تطلع تفك دي الاول. تخليلي الكلب واحدة زي شكل السؤال دوت. تمام? اه. قبل ما ابدأ شغل. ماشي. بعد كده هنعمل ايه اول حاجة? تكتب لي شكل السؤال. جي اس. طيب ماشي. ممكن بس تشغل بس بقى كده معي. هتقول لي اللي ايه هو مدالك بكم? الدك اللي ايه بواحدة. بقى تكتب لي هنا كيه? اس زائد واحد. تمام كده? كل ده مقسوم على كم? على الاس. اس ماين ماينوس البي اللي اللي هي بكم اللي هي بواحد? واحد. تمام? وبعد كها اس زايد اتنين زيتا اوميجا ان. ازيتا بكم السزي دا بنص? النص دا يترمو على الاتنين والأوميجا ان باربعة يبقى اربعة اوميجا آآ زائد اربعة اس. صح كده? زائد اربعة اس. 음. زائد اربعة اس زائد اوميجا ان سكوير اللي هي بكم اللي هي تبقى? ست وشر. تمام كده? يبقى دي كده بتاعنا. خلص انت خلص كده او انت كده جاهز. هتبدأ بقى ادي كده تعمل ايه? هتبدأ تعمل ايه? هتبدأ تطلع لي. ده كده خلص انت كده معك دي كده انت زبطتها. تمام? هتعمل ايه? اول حاجة هتعملها بسم الله الرحمن الرحيم. بالزبط كده. هتقول لي كده بتاعتنا بتاعتنا هتقول لي هي عبارة عن كم معك? ادي كده هنا واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى كام يبقى انت معك اربعة بولز وتبدأ تكتبهم. سالب اتنين زائد اتنين جزر تلاتة جي. وهنا سالب اتنين جزر تلاتة جي. تمام? ماشي. مفروض ان انا قبل ما ابدأ شغل. مفروض بقى انت بقى لماح كده على طول. انت عندك مشكلة وحشة جدا. فيه بجد مشكلة غبية جدا. ايه المشكلة? ان انت طلع لك دلوقتي حاجة اسمها ايه? طلع لك البي اتنين طلع بكم? تطلع بواحد. انت عندك بول موجود فين? موجودة عند الواحد يعني ايه بول موجودة عند الواحد? يعني الناحية اليمين الناحية اليمين من يعني نهاية اليمين انت هنا اصلا هنا في بول. اللي هو ايه كنته بواحد. واحنا واحنا لسا من شوية بنقول ايه? بنقول انه بيبقى ح Hirno طول ما انت تشغل هنا. طب ده اصلا في بول عندك من هنا. فيبقى ايه كده على طول انت شايف كده يبقى? ورل ان بص انت هكذا الان تتفكر فيه بس لو قدمت السؤال اصلا هو اطلب منك ايه في السؤال? بيقول لك هاتلي بتاع 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 يعني ايه الكلام ده? انت دلوقتي لو انت فكرت انت دلوقتي كنت بتقول لي بتاعتك موجودة هنا. صح? اللي هو البول دوت البي رقم اتنين كان موجود هنا. عند اي عند الواحد? فده موجود نحية اللي مين? فانت كده شايف طبعا عند البول عند اي بتبقى كيف كام? 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 مفروض انا هابدأ اتحرك يعني لما انا بابدأ اتحرك كده على البول هتبدأ الكيب بتاعت كمانتها ضغير. فانا عاوز بتاعها. فيبقى انت كده لازم تتخيل ان كده المسألة دي فيها انا. او في مشكلة في المسألة دي لان هو اصلا السيستم بالنسبة لك في الاول هو مش استابل اصلا والراجل بيقول لك هاتلي استابلتي. فازاي هتجيب استابلتي واصلا في بول عندك ايه? موجود في الناحية اللي هي مش استابل. فكده يعني في 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 يعني المسألة هيبقى فيها ايه? لازم تقعد مشغل وانتم صحصح لان كده بقى فيها يعني فهم? تاخد بالك ان بس في مشكلة في مشكلة احنا مش عارفين احنا هنعمل ايه? تمام كده? ماشي ده كده ايه اول حاجة عملناها جبنا البولز وخدنا بلنا من المشكلة دي. تانية هيا نعملها من جيب مين? من جيب الزيروس. هيبقى عبارة عن ايه اللي هي الان زد? الان زد عبارة عن كام? عبارة عن هو رقم واحد بس. اللي هو كمتوب كام? سالب واحد. كمتوب سالب واحد. تمام ماشي. عملنا ايه? عملنا البولز وعملنا الزيروس. بعد كده هتعمل ايه? بتروح تحسب حاجة اسمها بتاعت الاسمتوت. فهتقول له كده الاسمتوت دوت انا عاوز ايه? عاوز احسب له شوية حاجات. ايه هي شوية الحاجات دي? قال لك رقم واحد عاوزين نحسب عدده. اللي هو نمبر? تلاتة بان. اسمتوت. عبارة عن ايه عبارة عن الان بي ناقص الان زد ولازم تكتب له القانون هتبقى عبارة عن اربعة ناقص واحد يساوي كم يساوي تلاتة. ادي كده اول ايه انفرميشن حسبناها. تاني هتبقى ايه هي السنتر? مين هو السنتر? قال لك السنتر ده هيكون عبارة عن سجما البولز ناقص سجما الزيروس مقسومة على العدد اللي انت ايه? لسه مطلعه. اني بي ناقص ان زد. تمام كده? فلو جيت جمعت كده لاني لو جيت عملت صمشن للبي ناقص صمشن الزد فلو جيت عملت صمشن للبي جمع كده معي صفر واحد يبقى واحد وسالب اتنين يبقى كام? سالب واحد وسالب اتنين يبقى كام? سالب خمسة. سالب تلات. سالب واحد وسالب اتنين سالب تلاتة. سالب اتنين. ايه اللي بنقول ده? نعم انت روبط. سالب واحد. واحد اصلا. ده واحد ده واحد. Flow and Two. سلب اربعة. سلب اربعة واحد سلب تلاتة. بس8 تمام ب joints essentially بتاعك ايه?? سهب. اه كده انت بطلعت ان ده سالب تلاتة. تمام? بعد كده تقسم عليه. آآ سلب تلاتة. ماشي بعد كده هتروح تطرح منه بقى الى كان كان سالب واحد. واحد تتبقى كلها بسالب اربعة. علىفي الهو كان تلاتة. فالنقطة في الاخر هيبقى كم هيبقى سالب كم? آآ سوانا عبدالله على فجأة انت بتقول هنترح منه هنترح منه هتبقى زائد صحي كده اهو. طبعا انت في الاخر تبقى كم سالب اتنين ايه سالب اتنين على التلاتة وده كده ايه ده كده اللي هو بتاع الاسم بقى كده تروح تحسب لي من تحسب لي الانجل الانجلز بتاعتك الانجلز بتاعتك بتحسبها لازم برضو تكتب القانون اللي هو كان اتنين اي زائد واحد مضروبة في البي على الان بي مقص الان زد. تمام كده? من هنا يعني انت تلاتة على طول بتاعك هيبقى كامل على التلاتة والباي وكام واللي هي اه سالب باي على التلاتة او تلتمية او اي ان كان بقى هي كام تلتمية او سالب باي على التلاتة اي حاجة. تمام? يبقى دول كده ايه? دي كده بتاعتنا. يبقى احنا اول حاجة منطلع البولز بنطلع الزير وبعد كده بنحسب زي ما احنا ايه? زي ما احنا حصلناها دلوقتي ونكتب القوانين ونكتب كل حاجة. تمام كده? اه. دي كده اول حاجة. بعد كده هنعمل ايه بقى? بعد كده نروح لبقية الرسمة البياني بتاعنا? ونعمل ايه? ونبدأ نحط يعني نحط الرسمة بتاعتنا. فانا الرسمة بتاعتنا هنا كده اهوت. رحت لبقية الرسمة البياني. وحطيت ايه? وحطيت الرسمة كده. وتختار بعد كده المناسب. المناسب اللي انا هشايفه. اللي انا هشايفه. انت اكبر رقم عندك? اكبر رقم في المسألة انت هنا تلاقي عندك هنا كان في واحد هنا كان في سلب اتنين اتنين جزة تارية دي تق ble اتنين جزة التالتة دي اللي هي تلاتة ومص. تمام? وعندك هنا سلب واحد سلب وهنا تلاتة سلب اتنين عن تلك. فكلها ارقام صغيرة فانا هشتغل الواحد ويونيت الواحدة هي اخدها في اتنين صنطي. انا القله كده الاحد وبار عن كم وبار عن اتنين achieved. تمام? ده كده هبدأ ان انا هنزل الارقام على الرسمة كلها. هحط هنا كده الواحد او هحط هنا كده الايه السالب واحد. ده هنا كده سالب واحد. بعد كده هنا ايه سالب اتنين. سالب تلاتة. سالب اربعة. سالب خمسة. وخلاص يعني كويس. مش محتاجين اختر من كده. ونفس القصة هنا كده فوق. ده هيبقى الواحد. ده هيبقى الاتنين. ده هيبقى التلاتة. ويه نفاضيكة شوية. وده كده هيبقى الاربعة. وهكزا. تمام? ونفس القصة تحت ده سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة تمام كده? وهنا ده كده الواحد وده كده الاتنين. مشي هتبدأ بقى ان انت تعمل ايه? تحط الايه? تحط الارقام بتاعتك. طبعا الرسمة دي كده او انا كده انا كده في ورقة الرسمة بايني هنا نسائب مربع وهنا نسائب مربع وهنا نسائب مربع وهنا نسائب مربع وهنا نسائب مربع وهكذا. انا نسائب ايه? يعني عشان انا اخذ اللي هو الواحد اواخدها في اثنين سنطري. فانا كده سقاب مربع في كل حاجة. تمام كده? طيب ماشي. بعد كده هعمل ايه? هände بقى ان انا اسقط او انا انا اسقط يعني الا ايه الاركام اللي معايا. فالاركام اللي معايا انت عندك ايه? عندك في عند الصفر والواحد. في عند الصفر.ike tahLook هنعمل بول هناك كده عند الصفر اهوت. وفي بول عند كان كام عند الواحد. اهوت عند الواحد. وفي عن قام كان سالب اتنين. لو تفتكر كان كام سالب اتنين مجاب سالب اتنين جزر تلاتة. اتنين جزر تلاتة دي اللي هي تلاتة ونص. يبقى تعالى عند السالب اتنين وطلع تلاتة ونص وانزل تلاتة ونص. فعند السالب اتنين كده اهيت. عند تلاتة ونص يعني تقريبا ايه? هنا كده اهيت. تمام? اه عند السالب اتنين وسالب تلاتة ونص اللي هي تقريبا ايه? تقريبا هنا كده. تمام كده. كده انت خلص حطيت له الحاجات دي. بعد كده عندك ايه الاسمتوت لازم تعمله. الاسمتوت سليب اتنين على تاته. سليب اتنين على تاته دي اللي هي كم? سليب اتنين على تاته اللي هي تلتين. التين دي اللي هي قبل الواحد بفاسفوسة. يعني الخط الاصفر دوت ده كده اللي هو النص. انت عاوز تلتين. فانت يعني بعد النص ده بحاجة بسيطة. فايه ممكن ايه? يعني تحط تقول لي مسلا ان هو مجازا يعني هيبقى فين? هيبقى كن وهنا كده يعني. تمام? كن وهنا. طب لو انت عاوز تحسبها بالضبط. لو انت عاوز ان انت مفروض بتلسم دروء اصلا مش بتعمل. عراسم بغاني بك. معي عراسم بغاني جيب تلتين منين? هتقول لي هتشتغل بقى بدوت لازم ده يكون قدام الدكتور. فهتقول له انت كلابت واحد يونت بيساوي اتنين سنتي. يبقى انت دلوقتي لو انا عاوز اعمل تسالب اتنين على التلاتة يونت دي اخدها في كم سنتي. لو انت عاوز تعمل بقى هنا كرس من القبلي Importation يعني كده يبقى سالب اربعة على التلاتة. سالب اربعة على التلاتة دي دي بقى اللي انت هتقسها بالمسطرة. يعني انت هتخد مصطرتك كده سالب او BY 7. تحط صفر هنا كده عند الصفر وتشوف سالب اربعة على التلاتة فيها هتلاقي هي النقطة دي. فهمني? وده فهنا اللي هو بعض الواحد مده كده الواحد سنتي. يبقى بعض الواحد بايه بفاسفوسة. لان سلب اربعة وتلات دي اللي هي اصلا واحد وتلتة. تمام? فانت لازم دايما ايه لازم بتاع دي يكون قدامك كده لسكتل ده والدكور شايفه. تمام? ماشي كده خلاص حطينا نقطة ايه نقطة الاسمتوت نقطة السنتر بتاع الاسمتوت موجود. موجود فين موجود هنا كده اهوت. بعد كده هنبدأ نعمل ايه? هنبدأ بقى ان احنا نرسم الاسمتوت بتاعتنا. الاسمتوت بتاعتنا كان عندك واحد هنا كده اهوت. عشان نرسمه عادي لهو مفروض فوق الواحد. يعني بصده هيقطعه كده. لو انت هترسمه بانجل مظبوطة يعني هيبقى كده. تمام? والتاني برضو ايه? هيبقى كده? تمام? لان ده واحد ده كده اللي هو ستين والتاني اللي هو اللي هو كان تلتمية. وده كده معلش يعتبره خط مستقيم يعني. تمام? وتقول له عند اخر الرسمة خالص عند اخر الرسمة خالص وتكتب له ايه تكتب له كلمتين اللي انا هكتبهم لك ده دول دلوقتي. هتقول له ده كده اسمتوت. في اخر الرسمة خالص اسمتوت رقم واحد اللي كانت الانجل بتاعته باي على كم باي على الستة اللي هي كانت آآ باي على التلاتة. باي على التلاتة. باي على تلاتة. وتجيله هنا كده في اخر الرسمة خالص تقول له ده كان الاسمتوت رقم اتنين. اللي كانت الانجل بتاعته باي. وتجيله هنا في اخر الرسمة خالص. وتقول له ايه ده الاسمتوت رقم تلاتة. اسمتوت رقم تلاتة. اللي كانت الانجل بتاعته كم كانت الانجل بتاعته خمسة بايعة كم؟ خمسة بايعة التلاتة تقريبا? اللي هي التلتمية. خمسة بايعة التلاتة. تمام كده? كده تبissez تعملت ايه؟ شغل كويس جدا. بعد كده تروح تتحدد المناطق بتاعت. آآ روت لوكاي. مين هو الروت لوكاي دوت؟ الروت لوكاي هي المناطق. او يعني الناس ما جالزا بتقول عليه هي اصلا الروت لوكاس بس في فرق ما من الروت لوكاس. الرسمة النهائية. الروت لوكاي هي مش حيا اشمالك فده اصلا مش معك لو بسيت هنا لو خدت المنطقة دي فالمنطقة. يمكن ان توسع يمينك. يمين يا اى يمينك انا. لو بسيت هنا يمينك في ايه? فيه روت واحد ايس. يبقى ديك tomorrow. يبقى اللي معنا. يبقى ما اللي معنا. استني بس عشان بتاع النق. يبقى ايه ممكن لكل مسان نعملها باللون الاحمر. يبقى المنطقة دي كده معنا على ايه على الروت لوكس. ودي كده توطى منطقة روت لوكاي. المنطقة اللي بعدها دي هيبقى ورق اتنين فلا مش معك. مش معك. مش معك. ده كده ايه ما كامل بقى معك ايه? لحد الاخر. لحد الاخر. حلو كده? يبقى انت كده ايه? يبقى انت كده? خلاص ايه? رسمت ايه? رسمت موضوع. ممكن بس نشيل اسمتوت دوت وخلاص انت عارف يعني ان ايه في اسمتوت هنا. ممكن نعمل بس دي كده. سماني. ماشي. ده كده ايه? ده كده بالنسبة ليه? بالنسبة ليه مناطق الروت لوكاي. تمام? بعد كده بقى نعمل ايه؟ قبل و archival اي حاجة لازم تفكر انت المسألة بتاعتك لازم تتخيل شكلها. لازم تتخيل شكلها. ليه? لان انت دلوقتي فيه حاجات مش شرط نحسبها. يعني من الشرط نحسبها في كل المسائل على حسب مين على حسب في ولا انا المسألة دي فيها فانا محتاجه حسب في حاجات مش مش شرط يبقى موجودة في كل حاجة في مش موجودة في كل المسائل في مسائل ما ي加入اش فيها فانت لازم تفكر المسألة عاملة ازاي? عشان تحدث لكنت هتشتغل بقى. تمام? فان هنا عوزينك بقى يا استاذ تفكر بقى كده معي. هي اللي قدامنا دي. او هيبقى عامل ازاي في المسألة دي. طب احنا بنفكر على الاني اساس. هي كلمة بريك مش رأيت. بنفكر على الاني اساس. مفروض ان انت بتفكر على اساس. بتفكر على اساس ان انت كل قدامك توديه عند زيرو. ده ده هدفك في الحقيقة. انت قدامك اربعة بول وقدامك زيرو واحد بس. لازم تتصرف وتدي لي كل بول عند ايه? عند زيرو. فانت ايه رأيك? انت عندك مسلا في بول هنا عند الواحد? قلي ده هيروح عند الاني ازيرو. في بول تانية عند السفر? ق Buy dua عند الاني زيرو. وفي اه واحد هنا اللي هو دوت. وفي الكمبيلكس اللي تحت. قلي هيروحه فين? بس كده. فهمني? يعني يمسك لي كده واحد واحد قلي هيروح فين? هو اللي فوق ده اللي فوق ده هيروح مع السنتوت واحد. تمام? واللي تحت مع السنتوت التلاتة. الطبال اللي انا ما احترف فيه.教ه عارف. الواحد والزيرو دول. اللي عندي الواحد والزيرو دول مش. ايه ده? مش عارف. مش عارف ده يروحه فين. طيب ماشي ثواني. انا بس عشان البتاع علق فثواني بس معلش. ماشي. ماشي. كده انت معي. بص خلينا نتفكر في اللي انت قلت. انت قلت الوقت يا عاوز تاخد دوت وتوديه مع ده. وده توديه مع ده. صح كده? تمام. ماشي دوت. البول دوت والبول دوت. هتعمل فيهم ايه? انت قلت اني مش عارف خلينا نفكر مع بعض. هو اصلا البول دوت انت طبعا انت اتجاه الكيه بتبقى خارج دايما من البول فده عندك ده ماشي كده? وده ماشي كده صح كده? طيب. هيقبطوا في بعض. لما يقبطوا في بعض لازم اللي يحصل هنا كده يقافيه نقطة بريك صح كده? اه. بعد ما يقافيه نقطة بريك اللي يحصل. هيطلع يمشو فين? مع الاسمتود. طب هو ليه بقى خرجة منها. او كل ما بتزيد يعني هنا كانت الكيه بتساوي سفر. وهنا كانت الكيه بتساوي سفر برضو. تمام? فانت كل ما الكيه بتزيد انت بتخرج من البول. وبتقرب منه. اه. طمع. فهمني? يعني ده لازم حاجة ده خلاله. لكن ده بول لازم حاجة خرجة منه. طمع ماشي. فانت دلوقتي انت دلوقتي قلت ايه? انت دلوقتي ساولي انت دلوقتي قلت ان انت دلوقتي او انت دلوقتي بقى خلاص متفق معي ان ايه? ان في اه ان في في يعني اللي كنين دول هيمشوا كده لحد ما يقبطوا في بعض. فلما يقبطوا في بعض يبقى اكيد 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 في ايه? في هنا كان نقطة صح? بعد نقطة دي اللي هيحصل. دوت ممكن يطلع يمشي فوق ده ينزل يمشي تحت صح? تمام. ده اقرب حاجة للصح. طب لو ده صح لو اللي انا قلته ده دلوقت صح يبقى مستحيل ان ايه? دوت يمشي مع الاسمتود ده. ايه صح. يبقى خلص يبقى دي غلط. فإيه اللي هيحصل? وخد بالك انت عندك هنا زير ولازم حد يروح له. فاهمني? اه. فهتلاقي ان اقرب حاجة للصح. اقرب حاجة للصح. هي ايه? شايف بس هوا ليه من هنج قوي كده? اقرب حاجة للصح ان ايه اللي يحصل? ان دوت يمشي كده تحت. وده يمشي كده تحت. فواحد فيهم هو اللي هيروح للزيرو ده والتاني يروح عند الزيرو اللي موجود في الانفينيتي. والبول ده هو اللي لما يطلع في البريك دوت يطلع ما يمشي مع يروح عند الزيرو اللي موجود في الانفينيتي. والبول ده يعني لما يمشي ويقبط ينزل ايه? مع الزيرو اللي موجود في الانفينيتي. دي اقرب حاجة للصح. وده يعني تقريبا دي المنطقية انت كده فعلا وصلت كل بول عند كل زيرو. ولكن هنا هتقابلك مشكلة. ايه هي المشكلة? ان الراجل برضو بيقول لك هاتل يعني ايه اللي هو الكي يعني اه تبقى استيبول امتا? فانت لو جيت بصيت على الرسمة اللي احنا عملناها دوت. طب انت برضو دايما ايه? انت دايما في الناحية اليمين. فانت دايما كده هتبقى استيبول. فيبقى انت كده خلاص مش عارف هتعمل ايه بس ايه? بس بس انت خلاص يعني مسكت حطيت ايدك على اول المسألة. بس انت مش عارف هي هتكمل ازاي. بس انت ايه? مسكت اولها. وده اللي يهمني. اولها ده اللي انا قصدي ايه فيه? قصدي ايه بيه بالزبط? اللي هو انت تحدد ان فيه نقطة بريكبوينت صريحة اللي هو قولا واحدا مش هنختلف فيه ان فيه نقطة بريكبوينت موجودة فين يا ميزن? اه نقطة بريكبوينت موجودة في النص بين الاثنين بولز دول. الاثنين دول صح كده. نعم. تمام? طب مش احنا برضو قلنا ان هنا هيكون فيو نقطة بريك? اه طمام. فاهيه? هنا موجود وهنا موجود. انت متأكد ان هنا في موايء نقطة بريك وهنا في بس انت مش عارف مثلها. تمام? دلوقتي وظيفتنا ان احنا ايه نحدد مكانهم ببقى نحدد مكانهم ازاي يعني انت خلط انت دلوقتي مقتنع يعني فين نقطة هنروح بقى نشتغل اللي هو انالسيز عشان ننسبت هتقوله ايه في البتاع بريك بوينت. البريك بوينت كنا مطلعها ازاي كنا مجيب من هي واحد زايد ال جي اتش. تمام? ماشي. واحد زايد جي اتش دي بقى هنعمل ايه بقى هنقول واحد زايد ناخد المسألة اللي فوق. المسألة اللي فوق اللي كنا فين كنا كتبينها? هنأيك انا اخدها. هيت. ايني? مش دي بجيب كي لواحدها في طرف. اه. 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 احطط له ده هنا كده. بس مش عارف البتاع ما هنجي قوي. ماشي. اهو كده ايه? كده احنا خلاص ايه? حطط له دوت كده. دي كده المسألة بتاعتنا. هتقول له واحد زايد ايه? واحد زايد الكلام دوت. تمام? واعاوز تقول له ان الكلام ده بايكوال ايه? بايكوال زير. هتلي النيجاتف كي الواحدة. يعني احنا عوزين نشوف النيجاتف كي دي الواحدة. فلما طلع النيجاتف كي دي الواحدة ايه اللي هيحصل? هتلاقي كده ان انت بتقول ان ايه بقى? ان اس سكوير نقص اس. كل ده مضروف اس سكوير زائد الاربعة اس زائد الستاشر. كل ده بيساوي كم? كل ده بيساوي اللي هي مضروف كم اس زائد واحد بس هنا في نجاتف صح كده? تمام. مزبوط او انا غلطان? لا تمام زي الفول. ماشي. تعالى بقى نضرب في بعض. فلما تضرب في بعض اللي هيحصل لك. هتلاقي كل يعني خليلي هنا اس باور ايه? يضرب لي فيها اس باور تو. هيبع عندك اس باور فور. زائد اربعة اس كيوب. زائد ستاشر اس سكوير. بقى كده اضرب في سالب اس. يبقى سالب اس سكوير اه كيوب قصدي. بقى كده سالب اربعة اس سكوير بقى كده سالب ستاشر اس. تمام? كل ده بيساوي كم? كل ده بيساوي سالب ايه? افتح قوس اس زائد واحد صح كده? تمام. اه سبابني كده اديك تاني. انت انت عملتين دربت في اس سكوير صح? دربت بس الكوسمدور في بعض. طب تماما ماشي. ماشي? اه ماشي. لو جينا بصي هنا ممكن نجمع ايه او ايه ممكن نتجمع اس باور فور مفيش حاجة معاها. يبقى اس باور فور زائد. الاس باور سيري دي موجودة وهنا عندك سالب واحد. اه تلاتة. يبقى ايه زائد تلاتة اس باور سيري. بقى كينا عندك ستاشر وهنا سالب اربعة يبقى كام? يبقى كده اتناشر اس سكوير. بقى كينا عندك سالب ستاشر اس كل ده بيساوي النيجاتيف كيه مضروبة في اس زائد واحد صح كده? تمام. طب ماشي خد لي الاس زائد واحد ايه حطها تحت. يبقى هنا عندك اس زائد واحد. كانت جبتيني النيجاتيف كيه الواحدة مزبوطة ولا انا قلتن? تمام زي الفول. طيب ماشي. زي الفول ماشي. بقى كان نعمل ايه? نعمل هنعمل دريفاتيب. دريفاتيب للكيه. تمام? هيطلع لك ايه? هطلع لك بص بقى. اللي تحت في الدريفاتيب بتعليفه. فاللي تحت اهوة اس زائد كده اللي تحت في دريفاتيب اللي فوق. ناقص اللي فوق في اللي تحت. اللي تحت اصلا دريفاتيب بتاعه واحد. واللي فوق هينزز زي ما هو. يبقى اللي فوق ايه? اهوة. تلاتة اس كيوب زائد اتناشر اس سكوير. ناقص ستاشر اس مضروبة في كم مضروبة في الواحد? تمام كده? ماشي. كل ده مقسوم على ايه? كل ده كده? مقسوم على اللي تحت سكوير. اللي هو اس زائد واحد كل سكوير. وكل ده بيساوي كم? كل ده بيساوي صفر صح? طبعا كل ده بيساوي صفر يبقى دوت ايه? ده بالنسباني ملوش تازمة اصلا. طيب ماشي. يبقى انت وصلت ليه? وصلت ليه? الكلام الكتير اللي قدامك ده صح? تعالوا نبسطه. تعالوا نبسطه ان انت لازم تبسطه. فهاخد الكوس ده اضربه في الكوس الكبير دوت. تمام? يلا كده بسرعة. يبقى عندك اربعة اس باور فور. تسعة 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 كيوب. اربعة وعشرين اس سكوير. ناقص عشر اس. بقى زائد واحد في كل ده يبقى كل ده هنا زي ما هو. زائد تسعة اس سكوير. زائد اربعة وعشرين اس ناقص ستاشر. كل ده ناقص. خد لي دوت طبعا انت ناقص وحطيلي هنا كوس. فايه? هتخش السالب ده غير اشارات كل الجوة. فالجوة هيبقى عاملة ازاي? اس باور فور. ناقص تراتة اس كيوب. ناقص اتناشر اس سكوير. ناقص زائد ستاشر اس. زال فول. زال فول. كده انت ايه وسط دي لكن في الاخر بتساوي كم بتساوي سفر. تعالى ايه? تعالى نجمح. لو جت بصيت هتلاقي هنا عندك اس باور فور. فين اس باور فور تاني فين 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 هنا. اه وراء. فايه بقى انت عندك كم? تلاتة اس باور فور. ورا? ماشي. اه دي اصعب حاجة ممكن تيجي اسلا. ايا دي اه اسمه ايه ده? اه هو مش بص هي مش طعبة في الاخر هي مش طعبة بس الفكرة كلها ان هي دي فيها كل المفروض تبقى عندك. فانت مستحيل يجي لك كل دوت. بس هيجي لك ايه? ممكن بقى لتبقى فكرة المسألة الجنة في ان انت تعمل شوية المسألة المهمانة مدود دلوقتي. هتشوف لسا هنعمل في ايه كده يعني فاهمني? بس دي فيها كل المسسكيلز اللي يازم تبقى موجودة عندك. فانت لو عرفت تتعامل مع دي فما تقلقش يعني. ان شاء الله المسألة بتاعك ما فيش مشكلة. ده زي ان يشعر لأ وكاملة. كده اخدنا هنا عندك التسعة. تسعة واربعة يبقى تلاتة. عشر كل عشر. تطلع ال و 둘 Is square. واتة واتة واحد��, واحد وعشرين. واحد وعشرين ايه? هنا عندك اس. وهنا عندك اس تانية. وهنا عندك اس تانية. عندك طبعا الموجة بستة شر دي هتطول مع السلوب ستة شر. بيتبقى لك مين? ربع وعشرين. يبقى زائد اربعة وعشرين اس. تمام كده? بقى كده بقى اتبقى لنا مين? بقى لنا السلب ستة شر دي. لوحدها. يبقى سالب ستة شر. كل ده بيسوي كم? كل ده بيسوي صفر. صح كده? اه. مش. دي انت مفروض تعمل ايه فيها بعد كده? مفروض انت بعد ما اجيب عملتها جريفة تفصويتها بصفر اما فرد تحلها فلما تحلها ايه هيحصل هيطلع لك. طبعا دي معادلة من الدرجة الربعة. فلما تحلها يطلع لك اس واحد. هيطلع لك اس اتنين. يطلع لك اس تريد تلاتة. يطلع لك اس اربعة. انت متأكد. او انت 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 شاكك. او انت بتقول ان فين وتسيتين بريك. فانت متخيل ان فين وتستين هيكونوا معيك. اللي هو وفين وتستين هيكونوا ايه? هيكونوا صح كده? بس احنا عاوزين نحلها. المعادلة دي هنحلها ازاي بقى? ها دي الفكرة. انت مش هتعرفت يحلها عشان هي من الدرجة الربعة. فقلنا خلاص. الدرجة الربعة دي احنا تعالى هنحلها بحاجة اسمها طب يعني ايه هو اصلا يعني ايه كلمة حل للمعادلة. يعني اصلا كلمة حل للمعدة دي. يعني انت لو عامك معادلة كده تعالى كده على جنب. انت لو عامك معادلة بقول لك ان الواي مسلا بتساوي اي حاجة. اي حاجة. تمام كده? لو انت رحت لسمتها. لو انت رحت لسمتها وبقت مسلا ده شكل الواي هنا كده مسلا. عند النقطة ايه نقطة بقى النقطة اللي هي دي. شايف انت سمعيني بس? هو بجد. بص كده معي. شايف انت النقطة الصغيرة دي? النقطة الصغيرة دي هي دي النقطة اللي عندها ايه? اللي عندها? اللي عندها سمعيني. اللي عندها الواي بيتاقل كم? عندها الواي بيتاقل سفر. صح? يبقى هو ده حل دعاء. يعني هنا الواي بتocalyptic. وي هي ميه? والديها دعم. والهش ليه فاليو. تمام. طب قبل النقطة دي كان ايه اللي حصل? كانت بتاعتك مثلا بيذوتيف وبعد النقطة دي كانت بتاعتك كمتها ايه? كمتها بالنيجاتي ففهمتي؟ ايه? فانا ايه انا دلوقتي عاوز احصر المنطقة بتاعتي او الحل بتاعي انا دلوقتي شاكلك ان خلاص الحل بتاعي مثلا ما بين النقطة دي ما بين النقطة دي. فانا خلاص Super Ε النقطة دي. وابدأ شغل من عند برده النقطة دي. يعني ما بين نقطتين. انت لازم تحت Darth Interval يعني. هفهمك ليه ساويني. يعني انت بقى كررت ان انت 체ك ان فيه فيه في شركة معك هنا. عند النقطة دي. فانت ان انت شاكك ان هو موجود ما بين مين ومين. وبين الحتة دي. وبين الحتة دي. انت شاكك ما بينهم. فهنعمل تقلل الحدود دي. يعني بدلا مسلا ان انت شكرت من هنا لا لا تعالي نقلل المنطقة دي شوية. فلما نقلل المنطقة دي شوية تبقى مسلا من فين من هنا? لحد هنا. بقى كده لقى تعالى نقللها كمان شوية. فتبقى من هنا لحد هنا. لحد ما تبقى قليلة جدا جدا جدا. فتبقى ايه? خلاص ايه خلاص ما بقاش حقيقة غير الحل دوت. هي دي طريقة. فالباي سيكشن ميسوت بتعمل ايه? بتاخد لك اي اي اكويشن. تعمل لك اي? تجيب لها اكس باور عشرة. دي معادلة لها عشر حلول. هتجيب لك ايه? هتجيب لك اكس واحدة بس من العشر حلول اللي موجودين. فاهمني? ايه? واخد بالك الاكس او الحل اللي هو هتجيبه ده بتجيبه ايه? وزن اللي هي اللي انت اصلا بتشتغل عليها. فاهمني? يعني ايه لأ اه تريحة كده? يعني دلوقتي بص انت دلوقتي ايه? خلينا كده نقول ده كده لنشرح لدينا من شوية. انت انت وخلينا نكمل ده كده اول تعمل لدي شكل كده? شكل هى شكل انت متأكد ان ايه في حل موجود ايه 형 مبين هنا سمي مسلا النقطة دي رقم واحد والنقطة دي رقم تلاتة انت متأكد ان في حل ما بين الواحد والتلاتة اللي هو عنده كانت الوابط اكوال صفر صح? انت انت لو اشتغلت ما بين الواحد والتلاتة فعلا هتطلع حل. خلينا كده نقول واحد بها مش عارف الدنيا عاملة ازاي? اما راح اشتغل ما بين مين ومين? ما بين مسلا هنا وهنا. ما بين السالب اه تلاتة والسالب اتنين مسلا. هنا انت زي ما انت شايف من الرسمة ما فيش ايه? ما فيش حل اصلا. فتا هيقعد اشتغل لما بص لما روحها هتطلع. وفي الاخر ما فيش حل اصلا في المنطقة دي. مش هيوصل لحاجة. اه. مش هيوصل لحاجة. فاهمني? فانت لازم كويس جدا 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 قبل ما تخش تحل تحدد انت فين المنطقة التي انت متأكد ان فيها حل. عشان كده لما جيت بصط لك هنا او قبل ما نكمل الاناليس ده قلت لك ايه? قلت لك فين الحتة اللي انت قولا واحدا فيه هنا. في حل اللي مبين المنطقة دي. ما بين المنطقة وهنا وهنا. هو هنا فيه وهنا فيه. بس انت متأكد من انا اكتر متأكد اكتر ما بين الواحد ومن الصفر. فهبقى خلص اما انت حددت الانترفل اللي انت هتروح تعمل عليها ايه? تشتغل عليها مسكشن مسلس. فهتقول لي والله اے? ايه? هتقول لي ہى هنقول لي هنقول لي هنا كده صوف صوف باي السكشن مسلسس. باي سكشن مسلس. عشان ايه? عشان القليلتش في المحضرات المتسجدة ده عبد الله صار? ايه? شفر المحضرات المتسجدة ده صار. ما تقليلتش بقا. شفر handled في المحضرات داخلتنا بس. مول Riot���قلي في المحضرات المتسجدة. بصي بق. احنا دلالجتي يعملين طيب. احنا دلالبي عاوزهم اللي اتقاف المحضرات المتسجل. بص احنا دلوقتي عاوزين ايه? دلوقتي انت عاوزت احلها بالبايسكشن بسوط. بص بقى هتقلت لك كده معي. وركز بقى هاعملو دول. بص احنا دلوقتي انا هحلها لك يعني هنحاول ان احنا نحل بالالة عشان الالة هتوفر اكتر يعني. هنكتب المعادل ده على الالة صح? سويني بس البتاع عنك سويني. ماشي بص اول حاجة هتكتب كده على الالة بص احنا قلنا بس احنا قلنا فينéricة ما بينها الاية الصفر والكام والواحد صح كده? متأكليين في ما بينهم. بص بقى هنقول له ايه? هنقول له الصفر ده هنسميه ايه? والواحد ده هنسميه بي. حلو الكلام? اي. بعد كده هنعمل الصغير جدا. هنقول له هنا الاي? ونقول له هنا البي ونقول له هنا سي ونقول له هنا الاف اوف سي. حلو الكلام? ده With that one which other هو حتى انا مش عامل له ومش مسطره. وهو كده خلاص كده كويس جدا. تمام? بص بقى ركز معي. هتمسك قلتك دلوقتي. وكتب كام على الالة. هتكتب على الالة السي بتساوي اي زائد بي على الاتنين. وتكتب لي انه تطين فوق بعض. وتبدأ ترسلي الاكويشن دي. الاكويشن دي اللي هي كامل اللي هي تلاتة. بس بادر كل اس تشيلة وتحط مكانها سي. يبقى تلاتة سي باور فول. زائد عشرة سي باور كام سري. زائد واحد وعشرين سي باور تو زائد اربعة وعشرين سي نقص ستاشر. يبقى ترس ده كله على الالة. اللي يساوي دي اللي هي اللي يساوي الحمرة. اللونها احمر مش اللي يساوي العدية. والنقطتين دول هتلاقي ونقطتين برضو لونهم احمر. تمام? اكتبها كده انا برضو هكتبها بصورة. تلاتة سي. ما تدوسش اون خلص. اون دي نساها خلص من حياتك بقى. اون بتاعت الالة دي ما تستدموش في اي حاجة. تمام كتبته? ماشي. ماشي. كده احنا كتبنا ايه? كتبنا المنظر ده على الالة. كتبنا المنظر ده كده على الالة. بص بقى معلم هتعمل ايه? انت لو انت يعني بص ركز معي في اللي بقوله وما تدوسش غير لما قولك دوس. انت دلوقتي لو انت كتبت اي فيها وعاوز الالة بتحل وبتعمل ايه? بتعمل شفت كلك صح كده? اه. خلينا ندوس على زرار الكلك ده الواحد ومن غير الشفت. فدوس كده على الكلك. قل لي قال لك ايه? جنيء الايه بكم? هتقول له انت دلوقتي شايف ان اللي بتاعتك بكم? بصفر. بصفر هتقول له صفر وتدوس يساوي عادي. هيقول لك البي انعاوزها بكم? هتقول له البي بكم? بواحد. هتقول له بواحد. بتعمل ايه? يساوي يساوي. قال لك ايه? اه نص. قال لك السي بتساوي نص. يبقى هتكتبلي هنا نص. بس انا بقى مناكتبه الزاي. بقى اعمل يساوي تانية. قال لك كام? قال لي اه اتنين بوينت ستة ثمانية. ما يهمنيش الرقم. ما يهمني بس الاشارة بتاعته. والاشارة دي كان صح? قبل ما تكمل بقى. من الاول بقى هو انت الايه بتاعتك دي? تجيب رقم ولا اعرف منين? خد الصفر بتاعتك مش ايه كان بتساوي صفر. عوض في الاكوشن. لما تعوض لي في الاكوشن دي. بالايه اللي هي بصفر? هيطلع لك كم? هيطلع لك نيجاتف سكستين. صح كده? لا لما عوض هنا او. مش ما يهمنيش الرقم قد ما يهمني ايه مني الاشارة بتاعته. يبقى الايه دي? هيقى اللي مسكة الحاجة النيجاتف. طب البي لما تعوض لي عن البي بواحد في الاكوشن دي هيطلع لك كم? هيطلع لك صح كده? طبعا. من هنا على طول حتى اربعة وعشرين اهي اربعة وعشرين في واحد ناقص ستاشر. يبقى كم ده هيجيب رقم والباقي كله زائد. فايه? يبقى البي دي مسكة ايه? مسكة الحاجة. تمام? ده معناه ايه? معناه ان انا كعبدالله شكيت ان الحل بتاعي موجود فين? ان الحل بتاعي لو مسلا دي شكل الرسمة يعني. فانا شكت ان الحل بتاعي هيبقى موجود فين? مش رسمة ده اللي هو يعني رسمتها كده. سويني بس لك. بص ده معناه ان انا شكت ان انا هنا دي اللي هي كانت بتاعتي اللي هي عند الصفر ودي اللي هي كانت البي. حلو الكلام? طيب. عندي البي دي? كانت جابت لك كوية ما اسمها ايه? اسمها صح? البي دي بقول لك معناش تعني اسم دي كده بسرعة? آآ تلاتة وعشرة تلاتاشر تلاتاشر واحد وعشرين كام تلاتة وتلاتين. تلاتة وتلاتين واربعة وعشرين كام تلاتة وتلاتين وعربعة وعشرين يبقى كما? ث Stories . وتلاتين زائد اربعة وعشرين يبقى هنا كام سبعة وهنا خمسة. سبعة وخمسة دي لو لو رحت اطراحت منها ستشار سبعة نقص ستة واحد خمسة نقص واحد اربعة واanka الاربين. faz de 2 يجيب لك hey 41 واربعين. حلو كده? او حتى لو غيرت يعني مش فرقة. المهم ان كيمة الفانكشن عند البي كانت كيمتها كام واحد واربعية. وكيمة الفانكشن عند الا كانت كيمتها كام فانت مموت اعكد دلوقتي ان ايه طالما ده وده يبقى اكيد ما بينهم ايه? اكيد ما بينهم نقطة صفر. اكيد. اكيد ما بينهم. نقطة صفر. فانت كده خلاص انت تتطمين انت شغال صح. طب لو كانوا هما الاتنين لا انت كده 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 في حاجة غلط. او ده اطلع واحد واربين اهو ده اطلع سليب ستتاشر. دلوقتي وكتبنا دي. قال لك بص. قال لك لما كانت سي ركز بقى في الكلام وقل لي انت. قل لي انت حتى هتلاقي الموضوع سهل والله مش صعب. لما كانت سي بنص الفانكشن تطلع بالرقم ده اللي هو رقم بوزدف. يبقى انا دلوقتي مفروض اتحرك اكانسل من اكانسل الايه ولا اكانسل البي? اتحرك الايه بقى? لا اكانسل البي. انا بقول لك السي طولة يعني بص ساويني. ساويني بس انا نحوز اا قيني. بص. انا بقول لك البي ده طالع كم طالع كون مدل الفانكشن كوميتها واحد واربين. طب قد لما عوضت عن الفانكشن بنص. خد بالك البي ده ظهر لما انت عوضت بواحد ولا ايه ده ظهر لما انت عوضت بصفل. انا بقول ليك لما انت عوضت عن السي بنص طالع لك يبد conceptual shaking 2828 يعني كان بقيت هنا. دي كده اللي هي نص. بقيت هنا اللي هي كان باتنين علامة ستة تمانية. يبقى انت بقيت مين الجديدة بتاعتك? الايه لسه زي ما هي? اللي هي مسؤولة عن ولكن اللي كان مسؤول عن البوزرف لا الواحد مش عاوزينه لان انا جيت او لقيت قيمة قرب للصفر من ايه? من القومة القديمة. يعني انت كان قيمتك في واحد واربعين دلوقتي قيمتك بقيت اتنين وشوية. فاكيد مين اقرب للصفر? تعاوز توصل للصفر. خد باك انت تعاوز توصل عند النقطة دي اللي هي قيمة فيها بصفر. يعني انت نفسك نفسك ان ال اف او سي دي تطلع بكام? اه ايو 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 ايو. تماما انت وصلت. نفسك ان البطاعة دي تطلع بصفر. فانت دلوقتي لو جيت بصيت من اللي احنا قلناها دلوقتي. مين بقى اللي مفروض يتشال? الايه ولا البيه? اللي خلاص كان بيتشالت بقى. بالضبط. فهتيجي بقى في السطر اللي تحتيجي تقول لي. السطر اللي بعد اخطت ان البيه هي ساوي. لا اكتب له صفر دهاني. هتقول له صفر. بعدها تقول له يساوي. هيقول لك انت عاوز تبيب كم المرة دي? هتقول له نعمل. نص. تقول له يساوي يساوي. هيقول لك ان تسيب كم? سيتب قبل. وبعدها تقول له يساوي. لقد هبتطلع بكم? سالب. زمان يا ابوينت خمسة اثنين. ما يهمنيش الرقم قد ما يهمني الاشارة بتاعته. ولكن انت عشان تطمن ان انت شغل صح? ايه اللي حصل? انت هو الكويمة السلبة قلت. يعني انت هنا عند الايه كانت كمتك بكم? سالب ستاشر? لأ انا لما قربت شوية هنا لما اخدت هكومة عند الربح بقت هكومة عندي كم سالب سالب تمانية وشوية. كده ايه بقى? يبقى بالزبط كده. وتسطمن انت شغلت صح. طب لو انت لو لو لقيت بقى لو لقيت مسلا مسلا هنا اطلع لك مسلا سالب كم? سالب عشرين مسلا. لأ اوقف انت كده في حاجة انت لك تبتع على الاقل غلط يا اما اصلا انت بتحل غلط. ليه? لان انت انت مفروض انت عمل بتقرب من الصفر. ما هو عمال يقطع لك المسافة انت واخد بالك مين هي السي? السي لو تفتكري احنا قلنا السي عبارة عن الاي زائد البي على الاتنين. انت بتجيب نص المسافة. فانت عمل بتقطع المسافة للنص وتقرب ايه? تقرب للصفر. فانت لو لقيت الكويمة زادت عن اي رقم قديم يبقى انت كده ايه? في حاجة غلط. في حاجة غلط. فلازم الاركام بتاتك لأيه عمالة بتقرب من الصفر. فاهمني? طيب تمام. ماشي. ده طالع سالة طوانية نص. سالة طوانية نص ده رقم نيجاتيب. مين اللي كان مسؤول عن نيجاتيب الايه? عشان كده كده. يبقى هشيل الصفر بقى المراضي. خد بالك احنا مرة اللي قبلها شيلنا دوت. فلازم تعمل لي كده. هشيل دلوقتي الصفر دوت وحط ما كانه كم? وحط ما كانه السي اللي كم? لاب ربع. واسيب البيزة بها. اه. وقول له يساوي. واطلق وابدأ اكتبهم. وقول له ربع يساوي نص. هتلاقي قال لي كم? قال لي السي دلوقتي بقيت عبارة عن تلاتة تمانية او تلاتة تلاتة سبعة خمسة. تلاتة سبعة خمسة. طب ماشي. ده كانت كام سالب تلاتة واربعة من عشر. ما يمنش الرقم بس يمنى ان الاشارة بتاعته نيجاتيب. طب ده كام السي. السي اللي هي كام? والبيها سبعة زي ما هي. اللي هي النص. فأجي على الالة بقول ايه? يساوي. وقول له نص يساوي. هيطلع لي كم? طلع لي ايه تلاتة سبعة او. ماشي? وده هيطلع كم? سالب نص او سالب مش عارف كم. خمسة تلاتة مش عارف كم. الرقم بيقل بس هنكتب زي ما هو ماشي. ما فيش اي مشكلة. كده انا برضو ايه? كده اشغال. برج ايه. برج الايه برضو. هتشيل ده وتحط ما كانه السي. اللي هي او بوينت فور سي سبن فايف. تمام? والبي هيفضل زي ما هو. اللي هو كام اللي هو بنص. تبدأ تعود برضو عن الالة. او بوينت فور سي سبن فايف. يساوي. والنص يساوي. هتلاقي هيطلع لك كام? او بوينت فور. ممكن تقرب انت بقى لات? تخليها كام? خليها ماين مسلا. وعلي كده اقول لي يساوي? هتطلع لك كام واحد وشوية. واحد ومش عارف كده مسلا. تمام? اه. طب راكم بوزيتف. انا هغير مين? هغير البي. هغير البي. البي اللي هي كان النص. هشيل النص ده وحط ما كانه السي. اللي هي او بوينت فور سيكس ناين. والاي هتقدت زي ما هي? تمام? نقلت الاية هيت زي ما هي? تمام? يلا على الالة. او بوينت كام فور سيبن فايف. او بوينت فور سيكس ناين. هيطلع او بوينت فور فايف سري توم يعني ممكن اخليها سري كده وخلاص يعني. او ممكن اخليها كده وخلاص. بحاجة اقول له يساوي هيقول لي ايه? هيقول لي انت بيت او بوينت توم. ده رقم ايه? ده رقم بوزيتف. تمام? طيب ماشي. هتنفضل شغلين كده لحد امتى. انا زي ما قلت لك انت نفسك ان الفونشن توصل لكم توصل للصفر. ده اللي انت نفسك فيه. ان الفونشن اف او سي توصل للزيرو. انت هتلاقي هنا ان انت قربت من الزيرو. وفي نفس الوقت تخد بلك ان انت انت محشور اصلا ما بين مين ومين ما بين الاي والبي. فانت لو جيت بصيت كده هو الايه بكام والبي بكام? ده وجيت بصيت. هتلاقي ده يعني ده تلاتة واربين وده ستة واربين. في يعني لسه بعيدة شوية. خلينا نقربها يعني خلينا نكمل شوية لحد ما اتقرب اكتر. سنت اللي عاوز تقف وتاخد مسافة في النص براحتك بقى. فاهمني? او كده كده الدكتور قال ايه? قال ان ما منيش من الحل يكون اجزاكت. فاهمني? طيب. هو قل لازم تستخدم الطرق دي عبدالله? لازم تستخدم الطرق دي. بصنا عملت حاجة من شوية وتقريبا انت غايت النازج بالزبط يعني. كتابت المعادلة من الالة. اه. وشيبت صورة. اه. شيبت صورة. اه. ده بقى ممكن تعمله عشان تشك به. تتشكي. اه. 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 وتشوف في الاخر هتعمل ايه? يعني اولك على حاجة. انا مسلا. اه. بالزبط بقى حلو قوي. انا اصلا برضو تلات معي. زير وينت اربعة اربعة. هي بالزبط هتطلع ايه? اربعة اربعة تسعة. ده الحل النهائي. انت شايف دلوقتي ان ليه كم تاتة واربين وده ستة واربين. لأ خلينا نكمل كمان شوية. بص انت هتعطي اتريت لحد مسلا ما توصل ليه والنحية التانية عندها وعندك مسلا ايه? وخلاص ما تكملش. يعني هتلاقي مش عارف ده كان تقريبا تقريبا حاجة شوية كده. وده كان التقريبا بيجيب لك ده اللي هو ايه? اللي هو بص ده انت خلاص تقريبا بيت على من الصفر. وفي نفس الوقت بص الرنج اللي انت بتلعب به ربعمية خمسة واربين وربعمية تسعة واربعين. انت عاوز تقرر بيختر من كده. فخلاص هنا بقى ممكن ايه? على القلة اخد حتة ما بينهم في النص وخلاص يعني فاهم? يعني صرف ناس اخد اي واحدة ما بينهم. فاهم لي? بس ايه? بس انت خلاص قربت. لكن مش عارف اجيه مسلا من هنا عند عند النص وعند دي واقول انا هتاخد ايه? دي بعيدة ودي بعيدة. الاتنين بواحدة عن بعض. فاهم لي? فلا. خلينا ايه نكمل شوية كده. فاهم لي? بس المهم ان انت ايه الطريقة دي عشان تتشك بيها. حلو الكلام? تمام. يبقى دي ايه? دي هي دي لحد ما وصلنا في الاخر ليه? هتكمل لحد ما توصل في الاخر ليه? اه ماشي كده انت جبت كده انت جبت جبت من ايه? هو فين الكلام? ستبيني بس ماليش عشان اه اوت. كده انت جبت من اني من اللي رونها ازرق دي. بصع كده? تمام. روت ليه دي. اخدها كده قبي. تعال هنا. بص كده. دي اللي معانه. ماشي. هنعمل ايه بعد كده? انت دي وصلت بقى ان ليها حل. يعني ليها حل حل واحد. خده لك انت جبت حل واحد. يعني دي ممكن اكتبها دلوقتي على صورة اكس او مش اكس واحد. ده لأ معلش بس سؤال سؤال بس معلش. اه شايف اخر اخر صفة في اللي انت عملته? اخر صفة خلص. مش مش مفروض. الصف القبل اخير. طريقة الكلام بالبوزتف اللي هي زينو بوينت اتنينة اربعة تسعة. شايف اي حاجة فينا? اللي هي الصطر الصف القبل اخير. اه تمام. مش دي كلام يعني دلوقتي السي هتتبدل بالبي صح? بالبي او عشان البي هي مسؤولة عن البوزتف عندك. طب تمام ماشي طب اه لما حطناها لما حطتها بالبي اه طلع لي رقم تا. اه اه تمام. انت مشيت شوية اه. اه بصبت. هنا تقريبا في حوالي سبع خطوات تقريبا. المسألة دي كانت كبيرة جدا. يعني مسألة دي انا افتكر لما حلتها اول مرة اخدت مني تقريبا ساعة و تلت تقريبا. فاهمني? دي مستحيل تيجي في امتحاني يعني امتحان كله على بعضه ساعتين. بس انا بقولك يعني دي عشان توصل من دي دي انا عدت اتريت تقريبا اخدت مني لا اخدت شوية تقريبا ايه وقت حلوين يعني. اه اه انا بقولك في الاخر يعني دي اخر يعني وصلت لليها كانت تقريبا كده. تمام. ماشي. المهم ايه نرجع? احنا كده وصلنا في الاخر ليه? وصلنا ليه شكل ايكوشن. اه. شكل الاكوشن دي. تمام? اللي هي او هي دي اصلا اكوشن اللي كنا بنحلها. الاكوشن دي احنا ممكن نكتبها على انا صورة. ممكن نكتبها على صورة. الاس مينس الايه? الحل اللي انا لسه حلو ان الحل دي بصد بقى اوت. اه تمام. وتيبدأ بعد كده تقول لي ما تقول لي ده مضروف بتاعتها كم او من الدرجة الكام بتاعتها? اه التالتة بقى. بالزبط. بالزبط كده. طب انت دلوقتي هي الاكوشن دي. انت دلوقتي هي معك ما اخد درجة دي لو معك انت قلنا المعادلة دي لها اربع حلول. اس واحد واس اتنين واس تلاتة واس اربعة. احنا خلاص جبنا اول واحد فيهم. فضلك التالت انها محتاج معادلة من الدرجة التالتة. عشان دي بقى ممكن تحلها بالقالة. فدي لو متحلها بالقالة ايه? تجيب لك التلت حلول وخلاص شكرا. فيهم ثانية? تمام. ماشي. بس انا اعرف معادلة ايه بقى? ايه? ايه? اهبا؟ اعرف معادلة استعداد واحد. ايه تsc THC تعرفها ازاي بقى من learning division. تعرفها من learning division. هتعمل ايه? هتعمل الله بقى ازاي بقى؟ هتيجي كده? تقول له خلاص انا جبت دي وتعملوا هنا كده على متين استفهام. وتقول لدواتي يعني هاوزن نعرف الاكويشن دي. الاكويشن دي عشان اعرفها هعرفها ازاي. هتعمل ده كده اللي هو شكل الحل اللي انت جبته من اللي هو يعني اللي انت طلعته اللي هو هتقوم كاتبه هنا. حلو كده? تمام. بعد كده هتاخد بتاع الاكويشن وتكتبهم فين? تكتبهم فوق اللي هو فوق الكورس ده ده او مش هارب اسمه ايه. اللي هو هنا تلاتة وبقى كان عشرة. بقى كده كان واحد وعشرين. بقى كده اربعة وعشرين. بقى كده سالب ستاشر. حلو كده? تمام ماشي. ماشي. بقى كده ايه يعني اعمل لي هنا بس كده خطوط عشان الحاجة على الاركام متخشش في بعضها. تمام كده كده كويس جدا. بعد كده هنعمل ايه? هنعمل سماني. هتعمل بقى اللي هقول لك ده اول حاجة هتعمل لي خط هنا كده. اللي هو ما فيش حاجة هنا. والتلاتة دي هتخدها وتقوم نزلها تحت. فالتلاتة دي لما تنزل تحت الا هاي اللي هيحصل? هيبارك هنا تلاتة صح? امسك قلتك بقى كده معي قول لي التلاتة دي اضربها في الروت اللي احنا طلعنا. تاني 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 معلش الخطوط دي تاني عملها تاني كده? تمامت ايه? معملتش حاجة انها نزلت التلاتة. بس? بس ايه. تمام? خد التلاتة دي واضربها هنا. فلما التلاتة تتضرب هنا ايه اللي هيحصل? هيطلع لك كم على الالة? آآ ثواني تلاتة في او جواند فور فور ماين طلعت واحد او جواند تلاتة اربعة سبع. كتبت الرقم ايه? حصل الدرب امتدروا الكتبتو هنا. حلو كده? طيب تمام. الناتج اللي طلع اجمع لي عليه العشرة. فعشرة على الرقم دي بكام حدواشر علامة تلاتة اربعة سبع. حل? ارام. تمام. اخد اللي حدواشر اضربها في كم? اضربها في وتحزلها. تمام. فلما تطلع كم? شو كان ايه? تطلع خمسة بوين زير وتسعة. زيرو تسعة مش. اجمعها راحد وعشرين. اجمعها راحد وعشرين. يطلع كم? يطلع ستة وعشرين بوين زيرو تسعة. اضربوا في اروة. تطلع حداشر بوين سبعة واحد ستة. مش. تجمعها تطلع اربعة وعشرين تطلع خمسة وتölاتين بوينت سبعة واحد ستة. ماشي. اضرابة ده знаетج. برو. انت بتقول حاجة اونا بقول حاجة بكتب حاجة كم رأسة لقلاح ستاشر بوينت زيرو تلاتة سبعة. ستاشر بوينت زيرو تلاتة سبعة. لو الجمعة يتعلي كم على السلب ستاشر يطلع كم? لو الجمعة تلقى السلب ستاشر طلعه زيرو بوينت زيرو تلاب سبعة. او تقريبا. تماما يبقى انت كده ميه? مبروك عليك كده انت نلعت بتاعت نين? بتاعت المعدلة. انا بس اعوض مساحة اهو. كده انت اللي انت عملته ده دلوقتي كده اللي انت عملته ده ده دلوقتي عبارة عن ايه. ان انت جبت ان انت تجبت الاسوبيني معنش. ماشي. اللي انت عملته ده ده دلوقتي ان انت جبته دل ايه? كده انت اطلالك آآ شوية ارقام تحت. صح كده? اهوت. اه. بتاع دي. القوم دي هي بقى اللي ايه كوفيشنت بتاع المعضلة من درجة التالتة. يعني انت كان عندك كنت بتقول كده ان انت عندك ايه? كنت بتقول ان انت عندك. اه كنت بتقول ان انت عندك. اس ناقص اللوب بتاعتي وافتح قوس. عندك اس ناقص. اه. تلاتة. تلاتة قص سابت اقص تلاتة. واحداش اربعين تلاتة اربعة سبعة. اقص اس قص اتنين. اه زائد اه ستة وعشرين بوين زلو تسعة اس اس واحد. ايه ده? تمام? تمام زي الفول بعد كده اه خلاص خلاص. دي بقى تحلها بالقلم. فلما دي تحلها بالقلم عشان تجيب ايه? تجيب بقى الاس ست صحي كده? فهتدي لما تحلها بالقلم هتلاقي ايه? سبعني ايه تحلها بالقلم? انا تحلتها طيب. حاجة بيه? المنظر. كده دي دي كده الحلول كلهم. ده اول حل اللي جده من ودي تلات حلول بتاع المعادلة ديه. تمام كده? تمام. زي الفول. زي الفول. دلوقتي احنا كنا بنعمل كل ده ليه اصلا? عشان نحدد البريك. فانت قد تطلق لك اربع نقط. انت شكت ان فيه اثنين منهم. تمام? فيه طرقتين للحل. الاثنين اللي قلني اكيد. بص انت قلت اكيد اهوت بقى? فيه اوقات فيه اوقات يعني يعني بص ما علينا. المهم ان لا هو مش اكيد ولا حاجة. ممكن عادي ممكن الاس دي تطلع ايه نقطة البريك او الاس دي. ودي بقى دي اللي هي اندر حالة. دي بجد اندر حالة. ممكن تحصل في الروس لوكس. ودي ما جاش عليها ولا مسألة. وانا بصراحة يعني ما شفت لهاش ولا مسألة. بس دي دي كيس وموجودة في الحقيقة. والدكتور قالها في المحاضرة. قالها كده اللي هو سريعا كده. قال من الشرط يا جماعة. ان نقطة البريك تبقى موجودة على على الريال اكسل ممكن تبقى موجودة ايه? في بتاعك عادي خالص. مفيش فيها اي مشكلة. طب انا اعرف منين بقى. قالك هتعرف منين. بص حاجة حمو حاكتين لازم تتشك بهم. اول حاجة بص كده على الرقم ده. ده تقريبا او بوينت نص. اللي هو او بوينت نص ايه? ده تقريبا اللي هو بنص. وده اللي هو سالب هل بوينت كده? س Bene. سالب اتنين وربع. تمام كده? فلو جيت بصير كده? انت قلت نص ده اللي هو موجود هنا. وسالب اتنين وربع اللي هو موجود هنا. فدول ايه? دول اصلا موجودين على روت لكاية اللي انا عاملته فايه? اكيد دول موجودين ايه? اجد همه دول نقطة البريك. طب انا بص انا بحب اكون اييه? انا بحب اكون اه يعني اشوك يعني بحب ان انا اتأكد يعني فتتأكد ازاي? هتأكد من اللي اقول لك دوت. شايف اللي انت عملت لها دي خطوة دي خطوة دي اهي صح كده? ودي الخطوة اللي قبل دي بتساوي شوية يعني كده شوية فيه شوية هتخد لي هتخد لي الاربع قيم دول هتخد لي الاربع قيم دول تعود عن كل يعني تعود في بتاعت اللي هي دي. يعني انت اول حاجة كانت تمام دي انت اصلا متأكد فانت لو عوضت بديه في دي ما تنساش ان في هنا ما تنساش يعني انت يعني يعني انت عوضت لها قيمة الكي دلوقتي. فهتكتب كل ده كده مضروف في كده بره. حلو الكلام? وهشيل كل اس وحط ما كان ايه الرقم ده. هتطلق لها قيمة الكي صاح كده? طيب. الكي دي لو طلعت يبقى انت ايه? يبقى الرقم ده فعلا عنده نقطة بريك. طب لو الكي طلعت او رقم كومبليكس. فطبعا هتخد بلك ان انت مشغل الالة كومبليكس اصلا من الاول ها? فلو الكي طلعت نيجة تبقى كومبليكس يبقى النقطة اللي عندها الاس مش ايه? ولا مش بريك ولا حاجة. فهمتني? فاحنا لو عملنا كده. طبعا انت ممكن تحسن ان الموضوع هيبقى صعب بقى ان انت مش عارف وليه الكمبيوتر بيكرياش كده. المهم انت ممكن تحسن ان الموضوع صعب ان انت تعود تعود كده كتير. بس انا اقول لك يعني هقول لك ازاي تعود دي كده الشاشة بتاعت الالة اهيد تمام? هتكتب على الالة تمام? وتدوس يساوي. فلما تدوس يساوي الا هيحصل. هيتطلع لك هنا حلو الكلام? ماشي. بعد كده هدوس على زرارة اسمه ايه سي. فلما تدوس على الايه سي ايه اللي هيحصل? هتلاقي الشاشة دي بقت فاضية. طيب. هتلاقي الشاشة دي بقت فاضية. بقول لك ايه ساويني? عشان عشان هو تقل قوي معلش. خليك ما يساويني. بس انت شايف صح? او زالني. او زالني. ها اعرف هوا لي بقد بيم كده. صحوا مقد واحد. المهم دي الاكوشن اللي معناه. تمام زي ما قلت لك الالة انت كده خزنت في الالة. الالة كانت حاجة بالمنظر ده كتبنا او بوينت فور فور نوعين. وظهرت هنا او بوينت فور نوعين. حلو الكلام. ماشي. دست لي اي سي. فلما دست اي سي اللي هيحصل. هتلاقي ان الرقم ده كده ام ممسوح. والرقم ده كده ام ممسوح. صح كده? لو دست لو انت روحت على الالة وكتبت لي انصر زرارة اسمه انصر دوت. وقلت لي الانصر ده بيساوي. وشفت الانصر بيساوي كما هتلاقي بيساوي كم الرقم انت استم خزنه اللي هو. حلو الكلام انا هستغل الحركة دي. هستغل الحركة دي ازاي? انها دلوقتي خاصة انا مخزن الانصر بالرقم ده. بص بقى هعمل ايه? هكتب دلوقتي. هكتب كده دلوقتي. هعمل شرط الكسر كده كبيرة. وتنساش السلب اللي برا. كان فيه سلب برا. فهعمل سالب بعد كده شرط الكسر كبيرة. وقول له اي وقول له انصر. زائد تلاتة انصر. زائد اتناشر انصر باور كام باور تو. ناقص ستاشر انصر. حلو كده? كل ده مقصوم على كام? على انصر زائد واحد. انصر زائد واحد. تمام? لو عملت كده على الا هتلاقي ايه? هتلاقي هيطلع لك الكيه? طبعا انت اللي انتم طلعوا ده اصلا بيساوي في الاخر الكيه ها? فهتلاقي هيطلع لك الكيه برقم ايه? برقم بوزتيف. حلو الكلام? اللي هو الكلمة اللي بعدها لو تفتكر كانت سالب اتنين علامة اتنين ستة. صح كده? انا عاوز اتشك عليها ازاي? بص بقى يا معلم ازاي تستغل الموضوع ده ايه? بطريقة كويسة. هتدوس والقالة كده. والقالة خلاص هي مكتوب هنا وهنا ظهر لك الرقم بتاعك بتاع الكيه. حلو كده? ايه? ايه? تغيط لها تلاتة سبعة. مش جوائز تلاتة. مش مهم. المهم ان هو رقم بوزتيف. هتعمل ايه? هتدوس على زرار الاي سي. حلو الكلام? لو دست على زرار الاي سي ايه اللي هيحصل? هيخلي لك الشاشة بتاعت الالة بقت فضي كده. بس في نفس الوقت لو انت هدوس تحت الشاشة هتلاقي فيه زرار اللي هو دوت كده اللي هو سهم الفوق وسهم التحت وسهم يمين وسهم شمال. ده بيختلف من الايه للتاني. انا قلتي لو دست على السهم اللي فوق هيعمل لي ايه? هيجب لي المنظر ده بتاع الشاشة. هيجب لك اخر حاجة على الشاشة. بس الكلام ده يحصل امتى? لو انت ما دوستش على زرار الايه. لو دوست على زرار الايه اللي هيحصل? هيمسح لك الشاشة. فهمني? اه. يعني ايه اللي فقط ما بين الايه سي? الايه بيمسح كل حاجة. تمام? زي الكلير بالزبط. بس هيبقى محتفظ بكمة الانصر. لكن الكلير بيمسح حتى الانصر. لكن الايه سي لا اهو بس ايه? بينظفها. بس انت لو دست على السهم اللي فوق عندي انا مسلا في الالة بتاعتي. الايحصل هيجب لك المنظر دوت. فانا هستغل الموضوع ده باننا هقول له ايه? هقول له ايه سي? فلما ده انا خلاص انا دلوقتي واقف على المنظر ده وظهر لكم البزر. هدوس ايه سي فالشاشة بقت فاضية. لما الشاشة بقت فاضية هقول له ايه? هقول له سالب اتنين علامة اتنين ستة. وادوس يسوي فهتكتب هنا سالب اتنين علامة اتنين ستة. زهر اتنى. حلو الكلام? بقى جهة هدوس ايه سي تاني. فلما دوس ايه سي الشاشة بقت ايه? الشاشة بقت فاضية. صح? هدوس دوقتي على مين? هدوس على السهم اللي فوق. فلما دوس على السهم اللي فوق انا كعبدالله في الالة بتاعتي هتطلع كم? سالب اتنين علامة اتنين ستة. بتساوي سالب اتنين علامة اتنين ستة. حلو الكلام? هدوس على السهم اللي فوق كمان مرة. عايف لما دوس على السامي الفوق كمان مرة يجب لي. المعطلة زهر التاني. يجب لك المعطلة اللي زهر التاني. بس اخد بالك. بالانصر الجديدين بتاعتك بقى. بالضبط الله نوعي. ايه? وهي سبتة كده تدوس ايه? تدوس على زرار اليساوي. لما دوس على زرار اليساوي الرقم اللي هنا دوت اللي هو ده. تلاقي ايه? تلاقي زهر رقب ايه? بطريقة جديدة. فاهمني? يبقى انت بس وفرت على نفسك ايه? ان انت تكتبك مرتين تلاقي. هتطلع كما موجب. هتطلع كما موجب. تمام? تيجي بقى نفس القصة. تدوس ايه سي. هدوس ايه سي دلوقتي. فانا مدوس ايه سي ما صح. او نكاتب ايه الرقم الجديد اللي هو الكمبليكس. اللي هو كان كان سالب او بوين سيبن سيكس بلوس تو بوينت وان جي. تمام? اكتب الرقم ده وادوس يساوي. فلا تخزم في الانصر. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق لحد ما اطلع لي ايه? ادوس يساوي. يوم ايه? يوم هو هسيبها لي. انا ايه? حسبت يعني اتشكد في سواني بالموضوع دوت. فهم مش هياخد وقت. لكن طبعا لو انت هتقول بقى تكتبه كل شوية فايه? والد بقى تغلط تكتب رقم. انت قلت ام تعمل اقول ان الاس ده مش معبول بالنسبة لي انت لو كترعت ايه او ايه? لازم اطلع بصدف. فانت لما بتعمل كده هتلاقي في الاخر ايه اللي حصل? هتلاقي في الاخر. هو بقى ماليش الوان نوت مات مننا فاحنا مضطرين يكمل هنا. آآ ساوييني بقى عشان ايه? دوت بردن مش بشتغل عليه. ساوييني كده. كانت فيه بتاع ايوة هي الليار دي. بص كده. هاوزين نفتح الليار جديدة. نقفل دي. ونفتح واحدة جديدة. ونقول له احنا شغلين هنا. تمام كده احنا ايه? كده احنا ايه? وصلنا لي ان الاس اللي هي اسمها دي معنا. والاس اللي اسمع ايه دي كمان ايه? دي كمان معنا. تمام? طيب ماشي. لما الاتنين دول? لما الاتنين دول يكونوا معنا. هنعمل ايه? تروح بقى تخطوهم على رسمة ايه? رسمة بتاعتك. فانا تعالنا ايه? نجيبهم من رسمة. فين رسمة? احنا كنا عاملين هنا كده ايه. دي كده الرسمة. ماشي. دي كده ايه? دي كده الرسمة بتاعتنا. تمام? احنا قلنا عند فين وفين? قلنا عند هنا كده تقريبا. اللي هي تقريبا هنا كده اهي. تمام? دي كده اللي هي نقطة بتاعتك. ونقطة كمان عند ايه? اتنين ورابع اتنين ورابع اللي هي موجودة هنا. طب انت تحسبها ازاي? يعني عشان نبدو الوقت بنقولها بالنظر. هتيجي تحت الحتة دي اللي انا اعيلك لازم انت المكتوبة وتقول له ايه? تقول له سالب اتنين علامة اتنين ستة يونت. بتساوي كم سنتي? وتعمل مع واحد يونت بتساوي اتنين سنتي. يوم مطلع لك دوت. طب ما عايزها ايه? طب ما عايزها بالمسطرة. ونفس الكوصة ايه عمدي النقطة دي. تمام? ده انت مش عارف تجيبها بعين لك يعني. تمام? ماشي. كويس اوي. كده كده خلاص. كده انت حاديتين نقطة تبدأ تعمل ايه? تبدأ بقى ترسم ازاي? هتبدأ بقى تمشي الحاجة اللي انا ايه? الحاجة اللي احنا اه الحاجة اللي احنا متفينا عنها هتلاقي ايه دوت هيمشي كده? ودوت هيمشي كده كده. كده. وده كده لحد ما هي غبطوا ايه? في النقطة دي. فدي كده بقت نقطة بريك. تمام ماشي وبالنسبة لي اللي هو الراجل دة والراجل دا. هتعمل لهم ايه? محتاج لهم الانجل. الانجل اه عشان تحسبها عشان تحسبها بسرعة هتوصل ايه? هتوصل ما بينه ما بين كل البول والزيرو اللي موجودين اه يعني كل البول والزيرو يعني. فانا هوصل ما بين دوت ودوت كده. هوصل ما بين دوت ودوت كده. وهوصل ما بين دوت ودوت ووصل ما بين دوت ده. فاهمني? تعال اخدهم واحدة واحدة. تعال اخدهم واحدة واحدة. اول حاجة انت وصلت ما بين البول دوت والبول دوت. حلو كده? عاوز تحسب الانجل. تحسب الانجل ايه 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 ا العكم على الاثنين، تمام؟ يبقى انت كده ايه يبقى انت كده جبت اول ايه جبت اول واحدة global ميني. اه بيبسح objects. ماشي. اا يبقى انت كده جبت ايه ابقى انت كده جبت اول 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 اا جبت اول انجل تمام مش هتجيبي وليبعدها uhh الانجل اللي بعدها هتجيبها ازاي هاتوصل برضو دوتy aquest مع مي مع دوت؟ هنا كده صME بس الفكرة بس هو قد انا يحسب بس هو من هنا قصلا من هنا الحد هنا ده كله على بعضه بتلاتة مش باتنين. لو جيت كده بسيط. انت عندك من هنا لحد هنا ده كده باتنين. وبقى كده هنا لحد هنا يبقى كده ايه بقى مكلوم على بدون بتلاتة. فاهمني? اه اه. دي كده تلاتة مش اتنين. اللي بعدها هتبقى عبارة عن ايه? برضو انت عاوز تحسب الانجل اللي هي دي. فالانجل دي هتحسبه ازي هتبقى مية وتمانين ناقص تان كان بقى اتنين جزر تلاتة على الكم? دي بقى الاتسم على الاتنين. تمام? بقى انت كده حسبت ده خلاص? فحسبت ده كده خلاص. فاضل لك مين? فاضل لك الراجل اللي بتاحت ده برضو الانجل بتاعته كان بتسعين. حلو كده? طيب ماشي كويس جدا. بعد كده انت محتاج تجيب مين? محتاج تجيب الانجل بتاعة الزيرو برضو ليه? لان القنون قصلا بتاعك عبارة عن مية وتمانين ناقص بتاعة بتاعة البول بتاعة البول ناق او زائد قصدي. ايه? بتاعة الزيرو. فانت خلاص انت المية وتمانين دي في القنون. الناقص دي هتعمل ايه هتفتح كده كده اكتب دي تلاتة انجل اللي انت سهحسيبهم دول هنا. دول كده يكتبه كده جمع ببعض. يبقى دي كده اللي هي بتاعة اللي هنا ده بات. زائد اللي هو ايه بتاعة الزيرو. فحسب محتاجين نحسي بتاعة الزيرو. فالفا بتاعة الزيرو هو ايه? الانجل الصغير دي. حلو كده? اوه. فالانجل الصغير دي هسيبها ازاي? نفس القصة. هتبقى ايه? مية وتمانين. مية وتمانين شفت ااا شفت تلاتة على اتنين. اللي هو كام اتنين جزر تلاتة. تلاتة على اتنين. على واحد. على واحد. اوه. تمام كده? يوم ايه? يوم ده طالع لك. يبقى انت كده خلاص هسبتدي الفايد برشا. لما تحسب الفايد برشا هتلاقي ان الفايد برشا هتطلع بكم? هتلاقي ان الفايد برشا هتطلع كام بتطلع بكم بي سالب اربعة وخمسين. سالب كام سالب اربعة وخمسين. يبقى دوت الفايد برشا بتاعته عبارة كام سالب اربعة وخمسين. ودوت الفايد برشا بتاعته كام موجب? اربعة وخمسين. حلو كده? تمام زي الفولد. ماشي زي الفولد. هنعمل ايه بعد كده? هنعمل ايه بعد كده? هتروح بقى. تبدأ بقى ايه? تبدأ ان انت هتحسب تحاط ل religion بتاعتك? عشان تبدأ تحسب الب NGOs ده لفوق ده سلب اربعة وخمسين. سلب اربعة وخمسين يعني انت لو وقف هنا كده ده خط كده اربعة وخمسين هات bastante by مش تبدأ بقى ايه تبدأ ان انت وانت اخد بلك ان انت قلت لي هنا ان هنا اتنين وربع فيه نقطة دبريك وعند جهة هنا. تمام? نبدأ نشتغل. هتقول والله اللي هيحصل ايه? دوت هيمشي كده لحد ما ايه? يقبط في النقطة دي. ودوت هيمشي كده لحد ما ايه? يقبط في النقطة دي. حلو الكلام? تمام. وده ماشي كده ماشي كده. وده ايه? نزل لتحت نزل لتحت. اشما هنا خارجين. اه. البول بنقصد جين منها. تمام? واحد هيروح للزير واللي هنا دوت والتاني يروح. واحد هيروح لعند اللي ينور عليك. يبقى دوتل ايه? دي كده خلصت ودي كده انت متطمد منها. مفيش فيها مشكلة. تمام? ماشي. بعدها بقى. التانية دي نعمل بقى فيها ايه? واحد مش كده واحد مش كده. بعد كده بعد ما يقبطوا إلا هيحصل. اكيد واحد هيتطلع كده واحد هينزل كده. بس لو ده حصل لو ده حصل. يبقى ايه? يبقى انت ما عندكش نقط مع مين? مع وبالتالي السيستم بتاعك في ايه? في كل بتاعتك كيه. وده مش هيحصل. ليه? لانه اصلا في السؤال بيقولك هاتلي بتاعتك كيه? اللي يكون السيستم فيها ستيبل. فاكيد ايه? اكيد لازم يخش ويخرج. اكيد لازم يخش ويخرج. صح. فهنضطر ان نعمل ايه? هنضطر ان نروح نحسب. الايه? يعني نضطر. بتاعه مع الراسة. بالزبط. فهنعمل ايه? كنا بنعمل كده ازاي من اللي هي بتاعتنا بقى اللي هي واحد زي هي بص يعني هقول لك ايه ايه شفت انت. ايه اللي هي اس بوا فور اه تلاتة اس بوا فور. هي دي كلها هتعملوا هتاخد الكوز ده من هنا تدخله هنا كده خليه اس زائد واحد فده يبقى نيجاتف كيه اس نيجاتف كيه صح كده? بقى اخد لي دول كده دخلهم جوه. بس كده. هيطلع لك كبير هي دي. اه اه تمام. بس كده. فهيبقى زائد تلاتة اس باور سري زائد اتنونشر اس سكوير زائد هيطلع لك ناقص الستاشر كل ده مضروف الاس او ده بتاعت الاس زائد الكي كل ده بيكوى الكام كل ده بيكوى الزيرو. حلو الكلام? حلو الكلام. نعمل ايه? هنشتغل برقاوس الكرايتيريا بتاعة تلاوس اقيت لك ايه? اقيت لك اول حاجة تعمل ايه? اول حاجة هتنزل لي الحاجات دي كده. اس بار اس بار سري اس بار اون اس بار زيرو. حلو الكلام? تمام. بعد كده بدات تمنى بقى الارقم هنا واحد تلاتة اتناشر اه كي ناقص ستاشر بعد كده كام? بعد كده ال كي بعد كي عندك صفر. تمام? منهم بقى اي طرق يعني طرق صح? تمام كده انت من قية الارقم. نبدأ بقى نحسبن بقى نحسبن براحة. الرقم اللي هنا ده هيبقى بكام? هيبقى تلاتة في اتناشر ناقص كي ناقص الستاشر صح كده? كلها بصمها جدا. تلاتة في اتنين وخمسين كده على التلاتة. بقى كده كده هتبقى فيها صورة كاسل يعني. فاسبها زي ما هي. تمام? تمام. ماشي. الرقم اللي هنا ده. يتحسب ازاي? هيبقى تلاتة في كيه. موقف واحد في صفر على التلاتة اللي هي كم اللي هي كم. يبقى دي كم. طيب ماشي. زي الفل. جامد جدا. بقى اس بار وان. اس بار وان يتحسبها ازاي? هتنفسك محتاجة اخد الرقم العجيب ده. تضروف كينة السلطاشر هتكلكع. فبص طالما هتكلكع ببساطة كده هتعمل ايه? خط بنقط كده. وتقول ده سميه واي. تمام? يبقى اس بار واحد ده عبارة عن ايه? عبارة عن واي. واي في كي من ستاشر على 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 واي. كل ده على واي. صح كده? اه. واللي بعده ده هيبقى الرقم اللي هنا ده هيبقى كم? هيبقى الواي في الصفر ان هو اس تلاتة في صفر على الواي اللي هو في الاخر يطلب كم يطلب بصفر? صفر اه. طب ماشي. هنا بقى اللي هو اس بار زير واعمل ايه? هتلاقيك الحاجة العجيبة دي تتضرب في الكين. ناقص. الواي مضروة في الصفر. على الحاجة الغريبة. في الاخر هتبقى كم? هتبقى لك كين? صح? تمام. ماشي. دي كده ايه? كده انت ماليت. كده انت ماليت اللي هو الراوي ستيبل. طب بعد كده عاوزين نحلو. الكرايتيريا بتاعت راويس خد بالك الكرايتيريا بتاعت راويس ما لقى اي علاقة بالاستبيل دي. راويس الراويس ما لقى 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 قوي ده. تعال بقى ايه نشتغل فيه نركز فيه بالراحة. انت ده بيقول لك ايه? بيقول لك واي دي اللي هي كم? اتنين وخمسين. ناقص كي على التلاتة. كل ده مضروف في كم? كي ناقص ستاشر. كي ناقص ستاشر. صح كده? تمام. كل ده هتطرح لي منه تلاتة كي? وكل ده مقسوم على الواي. وكل ده يبقى ماله اجمل مصف. مقسوم على الواي احنا هتطمشها يعني اللي ان انا عاوز الكلام ده اكون. تمام? بقى كي هعمل ليه احضر بالاقوشن دي في تلاتة عشان ابسطها. فهضرف تلاتة في التلاتة دي هتمشي والتلات دي تبقى تسعة. مفيش اي مشكلة صح? ازربي الكوسين دول في بعض. اتنين وخمسين في الكيه يبقى كم? اتنين وخمسين كيه. ناقص اتنين وخمسين. هي هتبقى تربيع. زائد ده. صح كده? مقس تسعة كيه. كل ده ماله وكل ده اقبل من الصفر. تبدأ تجمعها بروح. عندك كيز كويل مفيش حياة شابه يبقى نيجة في كيز. مقس تربيع زائد ستة وتلاتين كيه. اكيد ستة وتلاتين. اكيد ستة. اتنين كده استنى لأ اه نقص تسعة تطلع سبع عشرين. تسعة وخمسين. اتنين وخمسين كيه? ومعك ستة وشر. يبقى كم? اتنين وخمسين وستة وشر يبقى كم? تمانية وستين. تمانية وستين دوت رح منهم تسعة يبقى لك فيهم تسعة وخمسين. اوه تمام ماشي. تمام اوه. يبقى دي خلصة ودي خلصة ودي خلصة ودي خلصة ودي خلصة. بقى كيه ايه? اتنين وخمسين في ستة وشر. اتنين وخمسين في ستة بتطلعت ربماية اثنين وتلاتين. كنت اقول من الصف. من الدرجة التانية. تعالنا نحلها بالآلة. هتقول لي ايه? تيجي تمسك آلتك تحلها. هنا بقى نوع شوية. لو دي تلويت معك من الدرجة التالتة او الرابعة او كده. دي بقى اللي هما كانوا بيتكلموا عشان دكتور كان عاوزك ايه? تروح تحلي دي بايه? بس هو ايه يعني بعد محايلات قالهم خلاص يعني انت يهمني ان انا شوفك ان انت حلت ايه? حلت مرة واحد بس في الانتحام بالبايسكشن. فعامني? طيب زر في اللقاء. طيب دي عشان تحلقها بالآلة هتقول لي تسعة وخمسين. آآ بعد كده كام سالب تمانية تلاتة اتنين. يطلع كام? قال لك دايما علم هيتطلع لك ان الكيه مالها? هيتطلع لك انت طبعا بتحسيب كيه دلوقتي. هيتطلع لك آآ بص هتبقى كده الكيه. هو رقم بص على الآلة فانا هكتبه بالنيجاتف خمسة وتلاتين علامة. ستة تمانية. وبعد كيه يطلع لكيه الرقم التاني ده هو كام? تلاتة وعشرين. تلاتة واحد خمسة. تلاتة وعشرين بوينت تلاتة واحد خمسة. حلو الكلام. كل ده مالي كل ده اكبر من الصفر. تمام? زي الفون. حاجة من اتنين. يا اما ايه يا اما ايه عشان الكونديشن ده يتحق النواية بقى اكبر من الصفر. يا اما الكيه هي محصورة ما بينين كام وكام. بس ده ده هو ظفتك. ده اللي هو عاوزك. فانت ده 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 بص احنا طلعنا كام قويمة ده 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 بات. ادي كده قويمة. ادي كده التانية. ادي كده التالتة. ادي كده الرابعة. ناخد مين ونسب مين. وليه? بص اعن فكر فيها بالروحة. اول حاجة الصفر ينفع اخده ولا ما ينفعش اخده. لو جينا فكرنا فيه هو مين اللي رقمك اصلا. الكريتيريا بتاعت الاستبيلتي بقى وبتاعت راوس. اننا ده 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 يحقق لي يحقق لي مين يحقق لي? البتاع اللي تحت ده خالص صح? اللي هو الكي دي. صح كده? طبعا. ولكن انت لو خدت الكي حطيتها بصفر وجيت حطيتها مسلا في الواي. ايه اللي هيحصن? هتقول لي اتنين وخمسين نقص صفر على تلاتة راكم بوزتف ما ديش مشكلة. لكن لو جيت حطيتها هنا هيبقى صفر نقص ستاشر راكم نيجاتف. رقم نيجاتف في الواي اللي انت لسه صعين لانه هتبقى رقم بوزتف يبقى نيجاتف في بوزتف بكم? بنيجاتف. نقص ثلاثة كي ولكيب صفر نقص صفر فهتفضل نيجاتف زي ما هو على الواي اللي هي بوزتف ويبقى ايه? يبقى طلع رقم نيجاتف. فده مش هينفع لانها هيتطلع عليه دوت بنيجاتف. يبقى ده بز مني يبقى ده كده ايه? مش هينفع. نجرب اتنين وخمسين. اتنين وخمسين لو جيتها اوططها في الوقت اتنين وخمسين نقص اتنين وخمسين صفر. صفر عالتلاتة فيها الصفر. فده مش هينفع ايه لان ده يطلع صفر. فده برضو مات منك. تمام? تمام. الخمسة وتلاتين والتلاتة وعشرين لو جربتون. زي ما احنا ما عملنا دلوقتي هتلاقيهم ايه? هتلاقيهم بيطلعوا. هتلاقي اذا هيزبط لك ده بصدف ودا بوصدف ودا بصدفانت بкладه كده ايه? بدينا معك تمامية. يبقى انت اللي وقت حشرة ان الكيه ما بين مين ومين? خمسة وتلاتين. اه خمسة وتلاتين. ايه خمسة وتلاتين يازم بتبقى اكبر من ما بين الايه? ما بين الاتنين دول. اه يبقى الكيف الاخر محصورة ايه محصورة ما بينها. خمسة وتلاتين. وين كم التلاتة وعشرين. تمام كده? تمام. زي الفوش. زي الفوشل. ماشي. بعد كده هنعمل ايه بقى? بقى كده خالص كده انت يا لهوي. ماشي ماشي. بعد كده اه هتروح تعمل ايه هتروح تجيب فالأجزالي ممكن نكتبها فين? ممكن نكتبها هنا كده فوق. هتقول لي هنا كده ان هجيبها من من الكولوم دوت. هتيبقى عبارة عن ايه بقى? هتيبقى عبارة عن اتنين وخمسين. ناقص كي على التلاتة انت سمعني سمع? او تمام. زاية دل كي كل ده بيكون صفر. تمام? هاتعوض ل ل مرة عن الكيب كم? مرة عن الكي بتاعت وعشرين? وتعوض طبع عن الكي دي والكي دي. تعوض لي مرة عنها بتاعت وعشرين. فتطلع لب كم? ومرة تعوض عنها خمسة وتلاتين. ممكن ان ت�� سابقوا وطولي. قول تاني جدا? اتنين وخمسين وص الاقص косножية بالتلاتة. اه. زاية كي. تمام. عوض لي مرة عن الكي بتاعتها وعشرين ومرة عنها في خمسة وثلاثين. واللي اطلع كم وكام? الثانية واحدة. بنا وخمسين. ماشي. ترحت فين? ايت. زائد كم? مكتوب زائد كم? زائد كي? زائد كي. كل ده بيسوي صفر. طيب. والكي مرة اعوض بخمسة وثلاثين? ام. تمام? احنا كنت شغالين فين هي هتحلها معظم الدرجة التانية. لما دي لا هتحلها هتلاقي بيقولك ان الاس بكام? الاس هتبقى بموجب وسالب اتنين ونص جي. تمام? ونفس القصة لما تيجي تحل دي هتلاقي الالة بتقولك ان الاس بتاعتك عوار عن كام? عوار عن موجب وسالب كام? موجب وسالب. اه استاني ايه كده بكتبه. سالب واحد وكام ساني وانيش. واحد علانه. خمسة كام خمسة? اه اربعة جي. خمسة اربعة جي. تمام? هتلاقي الالة صلات لك التلام دوت. تمام? هو مين النقط دي يا مازن? النقط دي اللي هي اخي 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 كي قدروا صلاتها لي من? اللي هي. دي. اه. 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 هي هتكويم القصات بكم? ما هو يعني. مش الكي مرجن دي اللي هي نقط النقط اللي هي نقط عند الا اي واي واي. طب انت ماشي انت جبتلي خلاص ان الكي مسلا هنا مش عارف بتلاتة وعشرين ولا عندها بقى. دي نقط الانترسكشن. بالزبط. فانت كده عندك كان اتنين. اربع نقط. اه اه اربع نقط. اه اه. موجب وسالب موجب. تمام. موجب وسالب موجب. ودي برضو مش مفروض ما ما تحصلش يعني. بس ما يعني انها حصلت. هتلاقي اللي هي حصل. ايه يعني انت خلاص ركز بس واحد ونص تقريبا واتنين ونص. موجب وسالب واحد ونص واتنين ونص. فهنيجي عند الرسمة فين الرسمة كانت فين? سميني بقى نمسح ده. انا عفضين الرسمة اللي كانت اه سميني. لأ اه. اه. اه هي دي. احنا قلنا كاما عندي واحد ونص واتنين ونص صح كده? واحد ونص اللي هو تقريبا موجود هنا. اه. اتنين ونص. والواحد ونص اللي هي موجودة هنا. واتنين ونص اللي هي موجودة هنا. حلو كده. يبقى انت لقيت بقى ايه اللي هيحصل. لو انت انت كده لازم تتخيل للرسمة. ايه اللي هيحصل بقى? هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك مكنتش هتمشي بقى مع الاسمتود كزا ما انت موجود. لا. الا حاجة هتقوم داخل الواحد ونص. واخرق من عند الاتنين ونص وكم مع الاسمتود. ونفسك كده من تبقى دي كده. ودي كده. تمام ويبقى ايه دا كده. وده كده. وضا كده. وده كده. وهكيزا ده. تمام? مش. لو انت بقى عشان تبقى فاهم بقى الدنيا الجامع جدا بقى هو انت بقى مت 그 caregiver طول ما انت في النيحة الشمال طول ما انت هنا كده. صح? اه. انت اصلا مت هنا? انت موجود هنا في المنطقة الصغيرة دي. والمنطقة الصغيرة دي. صح? هنا بقى كان عندك كم? تلاتة وعشرين لكن هنا كانت كم خمسة وثلاثين. نفس القصة هنا كانت كم خمسة وثلاثين وهنا كانت كمalla رملة. یہ 23 تمام? حتى لما كانت كاب 23 لما عوضتنا بيها طلق لك الحل طلق لك كام طلق واحدванصين تمام? لكن لما عوضنا بالخمسة وثلاثين طلق لك الحل كام هيما هو t2 ونص进 بين. تمام? انت كده ايه تقول له بقى ان انت انت ستيبول امثل ما بين ما بين الخمسة وثلاثين والثلاثة وعشرين. او اي ان كان عشان كده 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 قلت. ثلاثة وعشرين هنا. خمسة وثلاثين هي اللي هنا. اش ده كان هو كان طالب كده اصلا صح? اه او. ايه كده اللي هو طالب. يبقى انت كده ايه? يبقى انت كده رسمة و ايه? وعملت له اللي هو عاوزين. فاهمني? يا حوي. كده? لو جيت بقى صيد ده طبعا الحل الاناليسس كله. ودي طبعا رسمتها في الاخر. لازم بقى ايه? لازم تكتب له كل حية على الرسمة. بص دي الحتة اللي كنت اولك عليها واحد يوني بتساوي اتنين سانتي يبقى وهكيزة بقى. لازم تعمله. لازم تكتب له بص احنا كاتبينه فين? ولازم تكتب له كل البيانات على الرسمة. بص ايه انت تقول له بقى ان دي نقطة بريك. يعني بص خليناك انا اخد دي. عشان نبص عليها. بص كده. خلص يعني كده خلص خلص. بس مش راضي يفتح خلص. هي كل المسائل عبدالله تبقى لنفس النار دي? خلص. بس دي هي بس اللي كانت. طب يعني فيه اصد في حاجة جديدة هنشوفها عن كده ولا لا? انت بص انت. دي لما كل حاجة. دي لما دي مفروض لما كل حاجة ان شاء الله. الا بقى الحاجة اللي بقى لك ما شفناش خالص لها نقطة بريك مش موجودة اصلا. اه مش بقى قصدي موجودة في البلين. فهمني? المهم بس قبل ما نفس. اهمني ان انت لازم تكتب له النقطة كلها بكامل. تشول له عن نقطة دي كده وتقول له والله دي نقطة عندها كانت الاس بكزا. ودي برضو نقطة كان عندها الاس بكزا. وتقول له والله ده بول اهوت ده بول والفايد برشل بتاعته وكانت بكزا. وعندي تاني هنا اهوت فوق والفايد برشل بتاعته كانت بكزا. ودي نقطة انترسيكشن بس تقوله دي نقطة انترسيكشن. عندها الاس بكزا وعندها الكون كزا. ودي تأعيد. نقطة انترسيكشن. عندها الاس بكزا. وعندها كمان الكون كزا. لازم تكتب له كل شيء على رسمة. لازم? لازم لازم لازم. في الاخر خالص؟ تقول له. تشويل له على لوت؟ تقول له ده والله بتاع 활동. والاسمتوت قلتلك بس بتكتبه في اخر لسمة هو تحت خالص اهوه diceها كمان بس بس دة السهم بتاعه هنا ده السهم هنا واحد تمام وهنا هو ايه تمام لازم تكتب له كل حاجة والخطوط دي الاسهم دي لازم تعملها برضو تمام يبقى انت كده ايه يبقى انت كده خلاص خلاص كل حاجة يعني تاهمني ده كده كل حاجة يعني ده كده احنا كده فاضلين ايه او آآ ايه نخش على جزء ايه دكتور حمدي بقى ماشي بس خانيا بس اه لحد ما اه اه لحد ما نوري يجي بقى لان نوري اتمعان دلوقتي خلاص ماشي دم يجي اه نمي يجي اتكلمني ونخش ونشوف الدنيا في ايه خلاص ممكن حتى عود ازاكر دلوقتي المسألة دي وكده ايه دي مرفوع على جروب الدفا موجودة في كل حد طيب اه في مسألة تانية في حاج اه شوف اللي هو الفايل ده بتاع منصور ربنا الباركة هتلاقي اللي هو ايه هتطلق مسألة بقى من دكتور وليد وآآ والحلول بسألة ها وكده طب زال فلا خلاص تمام ماشي خلاص الله رب بلس عبير سلام عبدال ترجمة نانسي قنقر